اشتركوا في القناة في اسئلة كتيرة هتتولد في زهن حضرتك في جزء كبير انا ممكن هجاوب عليه وفي جزء اكيد انا ممكن برضو ما وصل لهش او ما اقدرش ان انا جاوب عليه فبرجاء انك انت تسجل اي استفسار او انتقاد او سؤال ييجي على يطرق على زهنك اثناء رجاء ان احنا لو هنتبتدي نتفرج على لو احنا وقتنا دلوقتي يسمح رجاء ان احنا نتفرج على من اولها لاخرها مرة واحدة يعني نحاول بقدر الامكان ما يكونش في مقاطعة اثناء العرض علشان الصورة في حد ذاتها تكمل وتوصل لحضرتك بشكل مزبوط بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي البرزنتيشن الراجل ده اسمه روبرت كيوزاكي ده اقتصادي مشهور الف مجموعة من الكتب حقائق شهر عالمية كان من ضمنها كتاب اسمه الكتاب ده شرح في الاربع طرق الشرعية او القانونية للحصول على الدخل على مستوى العالم وسماهم في كونسبت كده سماه اس بي اي الاس بي اي ده كل حرف من دول بيمثل فئة من الناس ال اي مثلا بتمثل الموظف مين هو الموظف الموظف ده شخص بيعرض وقته مجهوده فقط مقابل المال ما بيشاركش برأس مال كبير او ما بيشاركش الشركة او المكان اللي بيشتغل فيه بالمال عشان كده ما بيتحملش مخاطر وبيرضى باقل اجر وهو المرتب املوا في الدنيا ان النهاردة بياخد اكس مرتب سنة اتنين يبقوا اتنين اكس تجيلوا ترقية اه بعد سنة او اتنين بقوا تلاتة اكس مهم في الاخر انه يبقى له حدود او حد ما بيزدش عنه عشان ياخد فلوس لازم كل يوم الصبح يروح الشغل ويجي من الشغل يروح الشغل ويجي من الشغل ان ما راحش الشغل مش هياخد فلوس امتى بيجيله الحق ده بعد رحلة عمل طويلة تقريبا من تلاتين لاربعين سنة لغتلى ما يبلغ سنة ستين يبتدي يجيله الحق ان يقعد في البيت وياخد المعاش طبعا عنده مشكلة دايما ان عنده فيه شخص فوقه دايما اللي هو المدير بتاعه اللي هو بيحدد له يشتغل ازاي هو يستحق الترقية ولا لا حتى لما بيجي ياخد اجازة لازم ياخد ازن منه طيب ندي مثل على زي مين زي دكتور او حد خلص كلية التب قريب وبقى دكتور ويشتغل في مستشفى صحيح هو دكتور ولكنه بيعمل كموظف مستشفى مقابل اجر بيدي وقته مجهود فقط طيب مين الاس الاس دول مجموعة الناس اللي هم بيعملوا مشروعات صغيرة او ال small business owners اللي عندهم بيبتدي يفتح مشروع صغير قالك لا انا مش هشتغل عند حد انا هساهم ببعض المال هخاطر ببعض المال وطلع من جيبي فلوس وابتدي يعمل مشروع ليا انا بتاعي انا شخصيا قلنا نديره بطريقتي طبعا الراجل ده بيبقى بيحتاج معايا مساعدين اللي هو موظفين معايا عشان يساعدوه في البزنس بتاعه فبالتالي العطلات بالنسباله انه كنوا يقفل المحل ده او المكان ده يوم في الاسبوع ده بنسباله بتاعني خصار بيبقى دايما عايز يشتغل التقاعد بالنسباله شيء مستحيل لانه لازم يبقى قاعد دايما جنب البزنس بتاعه بهو اللي بيبشره وهو اللي بيديره صحيح بيكسب فلوس اكتر ولكنها برضو في الاخر فلوس محدودة نسبيا زي ايه؟ زي دكتور قرر ان هو يفتح ايادة خاصة لي طيب ايه البي؟ البي دول اللي هم الناس اللي عندهم او بيسموهم البيج بيزنس اونرز اصحاب البيزنس اصحاب الاعمال الكبيرة الراجل ده بيبقى عنده مجموعة عنده فلوس كتير يقدر ان هو يشتري بها وقت ومجهود الاخرين بدل ما هو يشتغل لا يشتري يستنسخ نفسه في ناس كتيرة جدا وان هو يشتري وقتهم ومجهودهم لعشان هم يشتغلوا لحسابه طيب هل الراجل ده كل يوم يعني واجب عليه ان هو يروح الشغل ويجي مش شغل يروح الشغل عشان شغل يمشي لا ليه لانه بقى عنده سيستم ادارة هو اللي ماشي الشغل عنده ناس متخصصين في الادارة هم اللي بيمشولوا شغله فبالتالي بيبقى عنده وقت اكتر ان هو يستمتع بحياته بشكل كبير اكيد طبعا حقق جزء كبير من احلامه نظرا ان هو معاه فلوس كتير طيب زي مين زي دكتور قرروا ان يفتح مستشفى كبيرة او مستشفى انترناشونال طبعا بيبقى عارفين المستشفى دي بيبقى شغال فيها عدد كبير جدا من الاطباء وهيئة التمريد وكمان اداريين علشان يزبطوا النواحي الادارية طيب الاي بيرمز لايه للانفزتور او المستثمر مستثمر دي راجل معاه فلوس كتير قوي بس ما بيحطش فلوسه في بزنس واحد يعني ممكن يشتغل شوية في العقارات يشتغل في قرارات فضائية يفتح قناة فضائية ويعمل اعلانات ويعمل برامج وهكذا بينوع استثماراته وبقت الدنيا بالنسباله ان فلوس بتجيب فلوس طيب حلم كل واحد فينا ان هو يمشي في المشوار ده من الاي للأس للبي للآي طيب تفتكروا الرحلة دي تاخد وقت قدية السؤال عند حضرتك والاجابة برضو عند حضرتك انما الدراسات والابحاث بتقول ان الرحلة دي ما ينفعش تاخد اقل من 25 سنة في احسن الاحوال او المتوسط بتاعها 25 سنة ده لما يكون الظروف خدمك طيب السؤال هنا هل في بيزنس او حاجة او وسيلة ان انا انط بيها من الاي للبي في طريق مختصر كده في خلال من 4 ل5 سنين فيه فيه ناس هتقول اه وفيه ناس هتقول لا بس هو في الحقيقة هو فيه فيه ايه فيه ان انا ممكن يكون معايا شوية فلوس صغيرة حطيتهم في البورصة في وقت كان فيه رقود مرة واحدة الاقتصاد انتعش والدنيا اتحسنت البورصة تضعفت عشرات المرات ومعاها فلوسي كمان فانا بقيت رجل سري وانا قاعد في البيت صح كده مش ده بيحصل ممكن بس في نفس الوقت اللي انا ممكن اكسب فيه عشرات اضعاف فلوسي ممكن اخسر فيه تقريبا كل راس مالي عشان كده البورصة لها ناسها اللي بيقدروا يتحملوا وعارفين قدية ان هي لها مخاطر كبيرة جدا طب انا مش عايز حاجة فيها مخاطر انا عايز حاجة تكون امنة وفي نفس الوقت بتعملي استثمار جيد فيه حاجة زي الاستثمار العقاري النهاردة انا معايا مئة الف جنيه مثلا رحت اشتريت بهم قطعة ارض في مكان صحراوي بعد سنة اتنين تلات اربعة دخل كردون المدينة وسعره بقى عشر اضعاف السعر ده شي جميل وبيحصل كتير جدا وديه تقريبا احنا بنعمل احنا عندنا الثقافة دي في مصر يسقع الارض بس ده عشان نعمل فلوس لازم يكون معايا في الاول فلوس يعني لازم يكون معايا راس مال كبير طب هو يازم يا مخاطرة كبيرة يا راس مال كبير مفيش حاجة في الوسط مفيش حاجة في النص ده اللي انا جاي يكلمك عليه النهاردة وهو صناعة التسويق الشبكي تسويق الشبكة دي صناعة عريقة بدأت في الولايات المتحدة سنة 1950 بيشتغل فيها اكتر من 55 مليون مصوك شبكة على مستوى العالم حجم الصناعة دي حاليا اكتر من 100 مليار دولار سنويا على مستوى العالم طبعا يعني اهم ما يميزها ان هي ما بتحتاجش غير رأس مال صغار جدا ووقت ومجهود بقية رأس المال بالاضافة ان هي تقريبا انها zero risk او ما فيهاش اي نوع من انواع المخاطر طيب ايه الكونسبت بتاع صناعة التسويق الشبكي بتقولك انك انت ممكن تستغل وقت ومجهود اضافي في حياتك انت بتستغله في حاجات تانية ممكن تستغله في صناعة التسويق الشبكي دي وبعد فترة قصيرة جدا يقدر ان هو يغنيك على انك انت تبقى محتاج انك انت تشتغل تاني او بمعنى اصح بيأمنك ماليا طيب الدنيا مش واضحة شوية تعالوا نشوف القصة الزريفة دي اللي هتوضح لنا ايه هو المعنى التسويق الشبكي زمان ايام الحضرات القديمة كانت الناس بتسكن وتحب تسكن جنب الانهار عشان تأمن المية عشان دايما تبقى جنب المية لان المية مهمة طبعا لحياة البناء ادم فكانوا يوميا بياخدوا الجراد البتاعتهم ويروحوا لغاية النهر يروحوا يملوا المية ويرجعوا يشربوا يأكلوا يغسلوا يعملوا كل لغاية المية تخلص يبتدي يروح تاني النهر وهكذا يوميا رايح النهر جاي من النهر رايح النهر جاي من النهر وهكذا الى انجه الشخص اللي في النص دا كان عنده شوية فطنة او عنده شوية زكاء ففكر النهاردة انا انا عندي صحة ان انا اروح واجي في النهر بكرة ممكن لما اجبر هعمل ايه مين اللي هيروح يجيب الحاجات دي او النهاردة لو جرالي حاجة لقدر الله وانا ولادي صغيرين مين اللي هشيل الجردل كل يوم ويروح ويجي بيه فلما فكر مع نفسه لقى ان هو قال قرر ان انا مش هروح للنهر تاني انا مش هروح للمية تاني انا هخلي المية هي اللي تجيني طبعا لما شاور اصحابه وجرانه في الكلام دا ديحكوا عليه وصخروا منه قالوا له انت اللي هجيب المية ازاي احنا ما شفناش حد بيعمل كده قبل كده صحيح صخروا منه ولكن هو ما التفتش لده ويكمل في الفكرة او الهدف بتاعه وابتدى كل يوم اثناء مرواحه ومجيه في طريقه العادي جدا في حياته العادي جدا ان هو يخصص وقت انه يعمل حاجة موازية لده انه ابتدى يحفر قدا من النهر ده لغاية الخيمة بتاعته يوم ورا يوم ورا يوم ابتدى يحفر النهاردة متر مترين تلات اربعة مع الوقت بقى الشكل بقى الوضع بالشكل ده ان المية بالفعل وصلت لغاية الخيمة عنده هل هو النهاردة محتاج جرد المية ما اعتقدش ان المية بقت عنده 24 ساعة في اليوم 7 يام في الأسبوع 365 يوم في السنة بس مش بس وهو عايش لا لو جر له حاجة لا قدر الله ليه ولولاده من بعده ما زالت المية بتتضفق عليهم طب ايه اللي حصل في حياته ايه التغيير اللي حصل في حياته ان ابتدى يستمتع بحياته ابتدى يعمل انشطة في حياته ما كانش بيعملها قبل كده ما كانش فاضي ان هو يعملها قبل كده ابتدى يزرع ابتدى يربي حيوانات ابتدى يستثمر ليه لانه بقى عنده الوقت بقى عنده الامان دائم في الماء هي دي الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها طب انا جاي يكلمكم النهاردة عن ايه انا جاي يكلمكم النهاردة او النهر المالي اللي جاي يكلمكم عليه النهاردة هي شركة اسمها QI الشركة دي انشأت سنة 98 او تأسست سنة 98 مقرها الرئيسي في هونغ كونغ الشركة دي ايمة 100% على التجارة التجارة الالكترينية يعني ايه تجارة الالكترينية يعني ما بتعتمدش ان يكون لها في كل بلد بتعمل فيها البزنس بتاعها ان يكون لها مقر وادارة معينة تصرف وموظفين وخلافه وده طبعا بيكلفها اموال كتيرة جدا انما هي بتكتفي بان لها موقع على الانترنت موقع احترافي على الانترنت بتعرض فيه كل منتجاتها وبتعرض فيه التفاصيل المنتج تقدر تبص على المنتج وتشوف تفاصيله ايه وتقدر كمان تشتريه ويجيلك في اي حتة في العالم دي معنى التجارة الالكترينية لها حوالي 20 فرع بس حول العالم طبعا عشان هي بتعتمد على الباقي على التجارة الالكترينية حالين هي تعد اكبر شركة تسويق شبكي في اسيا هي الاسرع نموه على المستوى العالم في خلال 15 سنة فقط بقى عندها اكتر من 7 مليون عميل على المستوى العالم على فكرة الرقم ده ممكن يكون قديم انا لسه ما عنديش الابديت الجديد بتاع وقت ان انا بعمل فيه البرزنتيجن حجمه تعاملاتها بيوصل ل 2.5 بليون دولار طيب اه 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 الشركة دي انا ليه اثق فيها وهي انت حداك بتقول ان هي في هونج كونج يعني بيني وبينها 10 ساعات طياران على القل طب انا اضمن منين ان انا لو دفعت فلوس عنشان اشتري منتج منها ان المنتج ده يجيني طب اضمن منين ان انا لو عملت معها بيزنس وعملت اللي هي قالتلي عليها او الجزء الواجبات اللي عليها اخد حقي منها ازاي ازاي اصق في شركة زي دي كده وهي بعيدة جدا في اخر نقطة في الارض الشركة عرفت الكلام ده او كان عندها اثناء ما هي بتأسس شركتها ان فيه ناس هتسأل السؤال ده فربطت اسمها ربطت كشركة باسماء مؤسسات وهيئات انت بتصق فيها كويس جدا وبالتالي هتصق فيها من خلال ثقة الناس دي فيها زي ايه زي مثلا ان هي عضو في رابطة المسوقين الشبكيين في سنغافورة وفي جمعية المسوقين الشبكيين في ماليزيا بس ده مش كفاية برضو ان ده يطمنك انا متأكد من ده طيب ايه رأيك انها عاملة شراكة مع الامم المتحدة منظمة الامم المتحدة عن طريق انها بتخصص جزء من البرودكتس اللي هي بتبيعها لمنظمة الفاو منظمة الاغذية والزراعة اللي هي بتوزهها على الناس الفقراء والمساكين حول العالم ادي جزء الجزء التاني عملت شراكة مع منظمة الفيفا الفيفا هي كانت الرائع الرسمي لكاس الامم الاسيوية في سنة 2010 كانت الفيفا اخترتها انها هتعمل لها اه اه كوينز تسكرية او عملات تسكرية بيبقى معمول عليها مطبوع عليها اه اللوجو بتاع الحادث ده او الكاس زي ما احنا شايفين ودي فعلا دي صورة حقيقية من موقع الفيفا اه اه علشان تبقى تسكرية للحادث ده طبعا اه هيئة بحكم الفيفا مش هتجيب اي شركة في الدنيا انها تشيل معها اسمها عمل اشراكة كمان مع افراري بنفس الطريقة انها بتعمل لهم كوينز على بعض الموديلات وبعض الحاجات اللي تخص السيارات كانت الرائع الرسمي لأولمبياد بيكين سنة 2008 و اه عندها فريق فورميلا 1 بتاعها يمكن واضح ان العربية اللي قدامنا دي مكتوب عليها كيو اي بالاضافة انها عمل اشراكة مع ميجا ستور اللي هي الشركة العالمية الكبيرة اللي بتبقى موجودة في سيت ستارز في القاهرة بالاضافة بقى الفوق الكلام ده ان البنك المتولي لمعاملات المالية بتاعتها كل المعاملات المالية بتاعتها هو بنك غني عن التعريف هو الاتش اس بي سي طبعا شركة بحجم التعاملات دي وبالعلاقات دي لازم تكون محل ثقة طيب بالنسبة لمصر وشيعت في بعض الاحيان ان التعامل مع الشركة دي ممكن يكون حرام او مخالف شرعا او 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 طبعا احنا بنحترم جميع الفتاوى وان كانت فعلا ان اجمع العلماء ان كيو نت فيها شيء من الحرام سواء كان في منتجها او في طريق التعامل معها فاول من سيتوقف عنها هو انا ودي حاجة بيني وبين ربنا مش محتاج ان انا اقسم لحد او ان انا اسبت لحد كلامي وعشان كده مجمع البحوث الاسلامية التابعة للازهر الشريف اصدر فتوى بتاريخ 21-12-2011 بتجيز التعامل مع كيو نت واضح طبعا من الفتوى انا امكن نكبر الجزء اللي فيه الحكم في الاخر انها معلاش اي مانع قانوني طيب دار الافتاء نفسها دار الافتاء نفسها بتاريخ 12-3-2011 اصدرت فتوى اخرى برضو بتبيح التعامل مع كيو نت في بعض الاحيان بيقولوا ان المفتي قال ان كيو نت حرام هو حرم او حرم التعامل مع كيو نت لان خوفا على ان تكون بتضر الاقتصاد ولكن ليس لسبب شرعي قاطع يعني ما قالش ان هي بايع غرر او بعض الامور الشعرية طبعا انا مش فقيف في الامور الدينية ولكن لم يحررها لشيء ما في الدين ولكن خوفا من انها بتكون بتضر الاقتصاد وده يتوقف على مدى طبعا الاخصائيين او المتخصصين هم اللي يقدروا يحكموا بدا على اساس انها كانت بتخرج الدولار برا انا عزي اسأل سؤال صحيح انا لست عالم اقتصاد ولست خبيرا في شؤون الدين ولكن انا بتكلم بالمنطق حاليا لما يكون دولة بتستورد نص الامح اللي هي بتستخدمه وبتستورد الملابس بتاعتها وبتستورد الاجهزة كل الاجهزة الكربائية اللي هي بتستعملها هل شركة في حجم كيونات بالنسبة لاقتصاد بلد هل ممكن يدور اقتصاد البلد ده سؤال انا سايبك انت تفكر فيه انما عموما انا معايا فتوى من دار الافتاء المصرية الجهة الشرعية الوحيدة في مصر التي لها حق اصدار الفتوى بتقولي اشتغل مع كيونات طالما المنتجات بتاعتها ما فيهاش اي نوع من انواع الحرمنية فطبعا لازم نبتدي ننسى بقى الكلام ده ونبتدي نشوف احنا فرصتنا ايه في كيونات طيب هيكل كيونات بيتكون من ايه هيكل كيونات هي كيونات احدى شركات كيو اي او مجموعة كيو اي كيونات هي الشركة نعتبر التنفيذية المسؤولة عن بيع المنتجات مسؤولة عن توصيل المنتجات مسؤولة عن صرف العمولات لكل من هيشتغل معها اذا هنعتبرها هي الشركة التنفيذية لمجموعة كيو اي بيندرج تحت كيو نت اكتر من 13 او 14 شركة مختلفة في شتى انحاء العالم بيعملوا منتجات حصريا بتتباع فقط عن طريق كيو نت يعني حضرتك حتى لو دخلت على اي شركة من الشركات دي هيقولك لو حضرتك عايز منتجنا اطلبه من كيو نت ده ديل بينهم وبين بعض اللوجو ده عبارة عن هيئة اسمها LV V يعني زي حرف ال V او اشارة لحرف ال V وطبعا حرف ال V ده له قصة كده جميلة فلسفية جميلة جدا في انه هو بيرمز للقوة والقيادة وحاجات كتير او ممكن نبقى نشرحها في الترينيجز بعد كده ال V دي كل وظيفتها انها تدعمك انت لو انت بتديت تاخد فرصة كيو نت كاستثمار بتوقف جنبك بتعملك المواد التدريبية بتعملك احداث تدريبية او بتقيم بعض الاحداث التدريبية زي اه هي اسمها كده فعلا الاحداث التدريبية سواء كانت في مصر او في كل الدول اللي بيقام فيها كيو نت عشان ما تحسش ان انت لوحدك هي اللي بتدربك وبتعلمك عشان عارفة كويس ان انت محتاج ده طيب تعال كده ناخد بعض المنتجات اشهر المنتجات اللي بتباعها كيو نت او اللي بتتعامل بها كيو نت ومشهورة بيها ناخد اول شركة اللي هي كيو في اي كيو في اي دي شركة مقراها في سنغافورة ودي تعتبر زي نادي اجازات عندها مجموعة من المنتجات هادرتك تقدر تروح تقضي اجازات فيها اسبوعين كل سنة لمدة 30 سنة باسعار النهاردة تخيل انك هتدفع النهاردة وتانيتك تاخد الخدمة دي لمدة 30 سنة يعني سيء مثلا ان الغرفة في احسن مكان في احسن الاحوال وفي احسن اسعار في مكان سياحي بـ 200 دولار في اليوم النهاردة هتدفع المتين دولار دول وتقعد تروح بيهم لمدة 30 سنة بالاضافة كمان انك انت لو مش عايز تروح منتجات الخاصة بكيو في اي بتديك كمان الفرصة انك انت تخش او تقدر تدخل على شركة اكستشينج وورد ودي شركة بتتعامل برضو من نظام التايم شير ولكن لها اكتر من 3000 مكان حول العالم طيب ده الناس اللي بتحب الاجازات فيه ناس بتحب الطاقة والصحة شركة اماسكوا دي شركة المانية بتنتج منتجات تخص الطاقة بتكنولوجيا النانو وطبعا احنا عارفين تكنولوجيا النانو ابتدت تخش في حاجات كتيرة جدا في حياتنا في الوقت الحالي المنتجات دي بتعمل ايه بتعمل زي ويفز كده او بعض الموجات اللي هي بتعملك حماية من الموجات الكهرومغناطسية اللي بتصدر من كل ما هو كهرابي حوالينا طبعا احنا عاديين في اي مكان بيبقى عن فوقينا لمبة وقدامنا تلفزيون وفي جبنا موبايل وفي ادينا ساعة وفي الحيطان نفسها اللي حوالينا فيها كهرابا احنا قاعدين في غابة من الاشعاعات الكهربائية بيسموها او الضباب الالكتروني المنتجات دي بتحميك من الاشعاعات الضرة دي وكمان تقدر تزود الطاقة عندك بنسبة حوالي 25% عن اللي انت فيه طبعا حاصلة على شهادات ومختبرة معمليا من اكتر من خمس دول والشهادات دي برضو ممكن نقدر نشوفها في الترينينج تاني بعد كده الناس اللي بتحب الاناقة والموضة شركة بيرنرد اتشمير دي شركة انشاءت سنة 1871 الشركة دي بتعمل ساعات سويسرية هي اساسا مقرارة في سويسرا بتعمل ساعات سويسرية ومجوهرات على مستوى عالي جدا من الرفاهية والاناقة صحيح ممكن ما تكونش معروفة او في مصر انما معروفة جدا في الدول الاوروبية اهم شركة باعتبارها ان هي مهمة جدا للبيت والاطفال ولينا كلنا شركة هوم بيور دي بتنتج فلتر اختراع في حد ذاته احنا فاكرين كلنا او جزء كبير مننا عنده الفلتر السبع مراحل والتسع مراحل والامريكي اللي هو بياخد مكان كبير اوي ده تحت الحد ولازم ييجي فني هو اللي يركبه ولازم بيشتغل بالكهرباء وبعد كده بنقعد نغير له سيانة والناس اللي عندها الكلام ده اكيد فهمة انا بقول ايه النهاردة كيونيت عملت لك حل عبقاري للقصة دي واحنا عارفين مشكلة التلوث عندنا عاملة ازاي في مصر عملت لك فلتر واحد زي ما انت شايف كده بدون وصلات بدون اسلاك بدون كهرباء بدون فني او متخصص يقدر يبقى عايز يعني محتاج ان هو يركبه فقط فلتر بهذا الحجم في شمع واحدة فيها سبع مراحل تنقية سبع مراحل تنقية بيشتغل بحجرين الم تقدر الحجرين الم يعني ايه يعني مش محتاج ان الكهرباء لو قطعت فالفلتر كده وقف لا فلتر شغال مالوش اي علاقة فقط الحجرين دول علشان يقولك امتى تغير الشمع ده المنتج اللي احنا قداملي اقدر كمان اخده معايا لو انا رايح مصيف سبع اتيام هنا ولا اسبوع ولا ايه ممكن اقدر ان انا اخده معايا وده ما بيتوفرش في الفلتر التانية يعني باختصار شديد ده منتج زو جودة عالية واخد شهادات اختبار عالية جدا من اماكن متخصصة في دراسة الاشياء اللي زي دي احلى حاجة واهم حاجة واللي ما فيهاش اختلاف بيننا وبين بعض التعليم واهمية التعليم احنا النهاردة ممكن نروح نخلص جمعتنا ونقعد ناخد في كورسات علشان ننمي نفسنا علشان نبقى نقدر نقبل في اي وظيفة طب ايه رايك لو انت عملت الكلام ده النهاردة بدل ما تروح الجامعة الامريكية والجامعة الالمانية وتدفع فلوس كتيرة جدا فقط عشان تاخد الكورس ده وبعد كده يا ممكن تشتغل بي او لا ايه رايك لو انت بدأت فعلا انك تاخد الكورسات اللي انت عايزها دي وكمان مش لازم تروح الكورس كل يوم او تروح الجامعة وانت وراك شغل او انت بيبقى يعني بيبقى حمل كبير عليك في حياتك انك تروح تتعلم اثناء وانت بتشتغل او انت بتدرس حاجة تانية فايه رايك كمان لو انت هتاخد الكورسات دي اونلاين في الوقت اللي انت تحدده باللغة اللي انت تحددها عن طريق ايه بقى عن طريق المعهد السويسري ده معهد موجود في سويسرا اللي بيحط المناهج بتاعته اعلى الجامعات في سويسرا وبيديك شهادة معترف فيها ايبقى انا دخلت اتعلمت تعليم مريح تعليم مناسب لوقتي وفي نفس الوقت دخلت بيزنس في حاجة احلى من كده في ناس بتقول ان منتجات كيو نت في ناس بتقول ان منتجات كيو نت منتجات جاية من الفضاء مش بتناسب الناس ومنتجات مش مفهومة بلايه عليك في الكام حاجة اللي انا قلتها دول في حاجة منهم انت ممكن ما تكونش محتاجها مش ممكن تكون محتاج تصيف مش ممكن تكون محتاج حاجة تديك باور وتحميك مش ممكن تحتاج انك تشعب كوباية ما نظيفة مش ممكن تكون محتاج انك انت تاخد دبلومة وتتعلم وتنمي نفسك وفي نفس الوقت بتعمل بيزنس موازي للي انت تعلمته طيب هدف الشركة دي ايه الشركة دي اختارت لها هدف معين سمته ريذم ريذم دي اختصار لجملة اسمها ريز يورسلف تو هيلب مانكاين يعني ارتقي بنفسك لكي ترتقي بالاخرين طيب انت مالك يا شركة ارتقي بالاخرين وارتقي بنفسي يعني ايه دخل ده انت في شركة تجارية المفروض انك انت الدواري على المكسب صح طيب و ايه المانع بقى انا كشركة ان انا اكسب وفي نفس الوقت ان انا اقدي رسالة ويكون بقى لي تأثير ودور في المجتمع اللي انا بقى مارس فيه البزنس بتاعي النهاردة لو انت معاك فلوس لو انت كل اللي معاك فيجبه خمسة جنيه انت ماشي في الشرق لقيت حد مسكين وبيقولك لله هتديله كم بالخمسة جنيه هتديله جنيه اتنين جنيه وهتخلي معاك تقاتي ناشان طرف تروح على القل انما لو ماشي معاك فيجبك عشر تلاف جنيه وسألك نفس الراجل ده اكيد هتديله اكتر من جنيه او اتنين جنيه وكتديله عشر جنيه وكتديله من جنيه لان كل ما بتعل اه 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 الموارد بتاعتك كل ما تقدر تساعد الناس اكتر فالشركة جات قالت لك انا ما اقدرش يقضي على الفقر ولكن انا ممكن اقدر اديك الطريق انك تبقى فيه رجل ثاري وانت لو بقيت ثاري هتساعد كل الناس اللي حواليك طيب هو الثاري ده يعني لما يبقى معاه فلوس كام لما يبقى معاه ايه يبقى ثاري الدراسات قالت ان اللي يقدر يجمع في السنة او يربح في السنة مليون دولار الرجل ده يصنف على انه رجل ثاري فجات الشركة قالت لك اوكي الميشن اللي بيننا وبين بعض هتبقى كالقاتي ارجوك استعد دلوقتي انك هتسمع ارقام كبيرة ممكن تعتبرها ان هي فكاهة او تعتبرها ان هي سخرية ولكن لو صبرت شوية هتعرف الفلوس دي جات ازاي طيب النهاردة الشركة بتقولك انت ممكن تكسب معايا 3000 دولار في ايه حضرتك في السنة عادي جدا ايه في السنة يعني 3000 دولار يعني حوالي 21000 جنيه في السنة كلام فارغ طيب في الشهر والله هي تبقى كويسة في الاسبوع اوه تبقى رائعة طيب في اليوم لا جنون صح؟ هو ده هو ده فعلا بتقولك انك تقدر تكسب معايا يوميا 3000 دولار في اليوم لو ضربت بقى 3000 دولار في اليوم دول في 7 يام في الاسبوع في 52 اسبوع في السنة يعني تقدر تكسب في السنة ما يوازي المليون دولار طيب بقى ممكن نشوف الكلام ده ازاي؟ علشان يعني نتطمن ونبتدي نصدق الموضوع تعالوا نشوفه سؤال حضرتك معروض عليك وظيفتين اول وظيفة منهم بتقولك حضرتك هتاخد ورقة من اللي انت شايفها دي كل يوم اللي هي ورقة بمئة الف دولار كل يوم لمدة تلاتين يوم او الوظيفة التانية بتقولك حضرتك هتاخد عندي اول يوم هتاخد مرتبك سنت سنت واحد يعني واحد على مية من الدولار تاني يوم هديك الضعف بتاعه اتنين سنت تالت يوم هديك الضعف بتاع اخر يوم اللي هو اربعة سنت ربع يوم هتديك ضعف اليوم اللي قابله اللي هو بقى تمانية سنت لغاية التلاتين يوم السؤال لحضرتك حضرتك بدون تفكير كده تاخد الوظيفة الاولانية بتاعت المية الف دولار ولا تاخد الوظيفة المسكينة بتاعت السنت ومضاعفاته ده انا هسيب لحضرتك الجواب وخلينا احنا نشوف ايهما افضل بس طبعا عدد كبير جدا من الناس لان احنا كلنا بنحب الفلوس يعني فحيقول اكيد هيبقى اختياره رقم واحد طيب لو احنا نقول مئة الف دولار في تلاتين يوم يعني يعمله تلاتة مليون دولار اخر الشهر يا سلام على الوظيفة دي تلاتة مليون دولار في اخر الشهر شيء رائع شيء رائع بجد طيب نيجي بقى على الوظيفة المسكينة دي اللي بتكسب منها سنت واثنين واربع وحاجات فكة كده صغيرة يعني تعال نشوف السنت ومضاعفاته كده لما يقعد يضاعف تلاتين يوم هيبقى شكله ايه اوه لغاية تقريبا اليوم الخمستاشر كان عامل 328 دولار وفي اخر بس اخر خمس ستة ايام وصل ان في اليوم الاخير السنت ده هيتضاعف لغاية اليوم التلاتين هيوصل انك هتاخد في اليوم التلاتين فقط خمسة وثلاتة من عشرة مليون دولار طيب ما تجمع بقى انت خدت كان في الشهر لما تجمع انت خدت كان في التلاتين يوم هتلاقي انك انت حصلت على عشرة مليون وسبعمية وخمسين الف دولار طبعا الالة الحزبة قدام حضرتك اقعد اضرب واحد في اتنين تلاتين مرة هتلاقي الرقم اللي انا بقولهلك ده بالزبط الله ايه السر ده معقولة وظيفة بتديني ميت الف دولار في اليوم بس ثابت تبقى اقل من سنت بيتضاعف معقولة ايوه ايه ايه سر الباور ده ده اسمه او قوة التضاعف وده اول مبدأ بيقوم عليه البزنس مع كيونات التضاعف طيب التضاعف ايه بالزبط يعني ايه اللي هيتضاعف ايه اللي هيتضاعف الشغل فيقدي لفلوس كتير اوي زي كده اللي هيتضاعف هو انت وغيرك معنى اصح الناس الناس هتضاعف ازاي يعني تعالوا كده ناخد مع بعض المثال ده انا وحضرتك وحضرتك بنستخدم حاجات كتيرة جدا في حياتنا واكتر حاجة بنعملها في حياتنا هي ان احنا بنتكلم في الصبح في الشغل بنتكلم وإحنا جايين لو احنا رجبين مواصلات بنتكلم لو احنا قاعدين في مناسبة اجتماعية بنتكلم لو احنا في النادي قاعدين بنتكلم طول النهار بنتكلم ستوقفهم علي بقى قلت علي كل حاجة حوالينا الحاجات اللي استخدمها الحاجات اللي احنا بن احبها والمناسبب حاجات كتير ح 듯يا بقى مطاعم كافهات موبايلات شركات الاتصالات ومين الحلوة الموحشة وبن upside نشح للناسال الحاجات الرأس لاضاف quests فعايانهم هما يعملو ذاينا تقول الناس الناس هذه بتروح تجرب بالحاجات ديين والناس المركات ديين والمحلات ديين والشركات دي بتكسب فقط لمجرد انك قلت لحد تاني راح اشترى منهم طب ما الناس دي كمان بتقول لناس تانية والناس التانية بتقول لناس تالتة وهكذا مجموعة كبيرة جدا من الناس بتتضاعف بشكل رهيب جدا وكل البيزنس اللي حواليها ده بيستفيد منها وهو في الاخر ما بياخدش اي حاجة خالص ليه لان ما فيش ديل بينه وبينهم مجموعة بقى الكلام ده الراغي اللي احنا بنتكلم عليه ده ده بيعتمدوا عليه اعتماد كل دلوقتي عالميا وبيسموه حاجة اسمها الورد اف ماوس او الدعاية الشفاهية يبقى عرفنا ان البيزنس ده قايم على التضاعف والتضاعف ده في شيء لا ينتهي عدد لا ينتهي احنا عندنا 6 مليار بن قدم على وجه الارض طب ده بيتم ازاي في الحية بقى تعالا كده نشوف ايه اللي بيحصل النهاردة مع كيو نت لو انا دخلت على الويب سايت بتاع كيو نت اللي هي كيو نت دوت نت وعملت ريجستريشن او عملت تسجيل على الموقع بتاعهم وخدت رقم كودي بيقال علي في هذه اللحظة بيبقى اسمي اي ار اي ار يعني ايه يعني مسوق باختصار لكلمة بالانجلش اللي هي مسوق مستقل ان انا بقيت مسوق للشركة دي بس بشكل مستقل اقدر اشتري بقى من خلالها برودكت من البرودكت الكتير اللي احنا قلناها دي وابتدي معاها البزنس طب البرودكت طبعا معلش هيجيني ازاي البرودكت ده هيجيلك عن طريق شركات الشحن والشركات الشحن الكبيرة زي اراميكس زي فيديكس ايا كان المهم مش هجيلك مصر بس لا ده هجيلك مصر او اي دولة في العالم لو عايز تبعات البهامز هتروح البهامز طب وبعدين اشتريت منتج انت اشتريت منتج جربته عجبكت هتعمل ايه هتعمل زي ما كنت بتعمل قبل كده مع كشر التحرير وكنتاكي والوجبة الجديدة اللي عملها هارديز والموبايل الجالاكسي اس فور هتعمل زي ما انت عملت قبل كده انك هتتكلم عن المنتج ده مع الناس فستتكلم مع مين بقى انت تتكلم مع الناس اللي حواليك كلمت مع واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة في منهم على الاقل اتنين اعجبوا جدا بالمنتج وهم بيسقوا فيك وبيسقوا في زوءك وبيسقوا في رأيك فهم كمان قرروا ان هم يطلعوا فلوس ويشتروا المنتج ده من الشركة زي ما انت اشتريته بالزبط الشركة انا بتقولك شكرا انت عملتلي بيزنس انا وانت عملنا بيزنس انت قلت للناس عن المنتج وانا بعت المنتج عشان كده انت هتستاهل فبالتالي سي ان الشركة قالتلك خد عشرة دولار على الراجل اللي عليمين ده وخد عشرة دولار على الراجل اللي على الشمال ده تمام جدا شغلانا جميلة جدا طيب ما الناس اللي هي اشترت منك البروداكت ده لما سمعت كمان عن فرصة الكميشن دي قلتلك طيب ما احنا كمان نعمل كده يا ايه الغريبة في كده مشانا هو انت زي بعض اه احنا عندنا نفس الفرصة طيب يلا بينا نعمل كده احنا كمان هم كمان كلموا ناس تانية فهنفترض انه كل واحد فيهم خلى اتنين يشتروا المنتج من خلالهم فبالتالي هم كمان كل واحد فيهم استحق كوميشن على الناس اللي دخله فالراجل اللي هو هنا ده خد عشرة دولار على الراجل اليمين ده وعلى الراجل الشمال بس الراجل ده مين اللي دخله ما هو حضرتك انت كنت سبب اساسي في انه هو يعرف البروداكت يعرف الشركة يعرف كمان خطة التعويل او خطة العمولات اللي هي عملها كيونت فبالتالي انت كمان لازم يكون ليه كوميشن صحيح بس هيبقى اقل شوية من الشخص اللي جابه مباشرة نظرا لانه هو تعب اكتر انت صحيح كنت سبب فيه بس هو اللي تعب مع الناس دي اكتر طيب الناس دي برضو كل واحد فيهم مكلم حد دخد عشرة دولار دخد سبعة دولار انت برضو هتبقى اقل شوية بقيت اربعة دولار اربعة دخد واحد ايه رأيكم مش كده احسن من ابو بلاش مش ده احسن كده من ابو بلاش بدل ما كدت كل يوم اتكلم عن يا جماعة انا جبت مبارح تلفزيون ال جي تحفة انا مبارح دخلت سينما رائعة كل ده بلاش النهاردة بتقولك هات المنتج استخدمه حبه ان حبيته اتكلم عنه واكسب فلوس ما اعتقدش ان فيه حاجة ابسط واسهل من كده هل فيه مشكلة في الكلام ده شيء رائع لا فيه مشكلة في الكلام ده انا اللي بقولك ان فيه مشكلة في الكلام ده مش ملاحز ان الكمميشن عمال يقل يعني انت هتيجي بعد شوية شكرا انت مش طلع لك اي حاجة طب يا باشا انا اشتريت منتج وانت قلتولي لو انت سوقت هتاخد كومميشن بس حضرتك بقى عايز تاخد كومميشن تاني خلاص انت وصلت لمستويات دولاتي ما بقاش يوصل لك منها كومميشن عايز تاخد كومميشن تاني ارجع اشتري تاني فعلا فيه شركات كده بس دي مش كيونات الشركات اللي من النظام ده بيسموها traditional MLM او الشركات التسويق الشبكة المتعدد للمستويات اللي هي بنظام انت كل ما تنزل تحت كل ما الكمميشن بتاعك يقل طب اما الكيونات بتعمل لي يا جماعة كيونات لأ كيونات بتعمل حاجة تانية جميلة جدا بتقولك بس يا سيدي حضرتك اول ما بتشتري البرودكت من الشركة بتبقى على الشبكة على الورق يعني الشبكة النظرية او الشبكة بتاعتك بتبقى عبارة ان ليك درع يمين وليك درع شمال وانت الهيد بتاع النيتورك دي او انت الراس بتاعت النيتورك دي فقط انت لما بتجيب واحد اه اتنين سوري واحد يمينك واحد شمالك وليكن او بي اشتروا حضرتك بتاخد فعليا 37 دولار ده رقم حقيقي 37 دولار على بي 37 دولار على اي طيب ناخد بقى بي وناخد نحية منهم عشان نطبق عليها طيب بي هو كمان دخل سي و دي اوكي بي استحق 37 دولار على دي و 37 دولار على سي طيب مين اللي جاب بي مع حضرتك تاخد كم بقى بالزبط 37 دولار زيك زي اللي تحتك الكميشن في كيو نت سابت مهما تدنى المستوى او مهما نزل المستوى لتحت ان شاء الله يكون المستوى المليون تحت الكميشن سابت تماما ما بتغيرش طيب يعني لو دي جاب اتنين هو دي ياخد 37 وبي ياخد 37 وانا اخد 37 اه ده شيء جميل جدا شيء رائع دي اهم مميزات البيزنس في كيو نت او نزام النتورك بتاع كيو نت الكميشن بتاعها ثابت الى مالة نهاية طيب طيب يعني يعني انا دلوقتي بقى انا لما بجيب دلوقتي منتج واجبت حدي تاني اشتراه باخد انا على طول بالواحد كده كل ما اجيب واحد ااخد 37 دولار ونص كل ما اجيب واحد ااخد لا مش بالشكل ده في شرط معين علشان تاخد الكميشن بتاعك ايه هو زي ما احنا اتفقنا انت عندك نحية يمين ونحية شمال بيقولك انك لما انت بتيجي تشتري المنتج وهو بيبقى بالزبط كده زي ما في الصورة سيه مثلا الفلتر ده 830 دولار و140 دولار شحن سواء الشحن ده بقى مش في القاهرة بس او مش لمصر بس عايز تبعاته لأي عايز تبعاته لقريبك في في امريكا هيروح برضو بال140 دولار عايز تبعاته الصين وعايز تبعاته في اي حتة في الدنيا 140 دولار قالك ان الفلوس اللي انت بتتفحها الدولارات اللي انت بتتفحها ثمن المنتج دي في قيمة بتخش بدلها في البيزنس اللي هي بيسموها البي في او البيزنس فاليو اللي هي في الدايرة الحامرة دي كل منتج بتدفعه لفلوس بيديك قصادها نقط اسمها البي في او البيزنس فاليو تمام؟ تمام جد الشرط بقى عشان تاخد فلوسك بيقولك انت مش هتاخد معايا بالوحدة بالقطاعي لا اولا انت بتقبط كل اسبوع الابض في كيو نت كل اسبوع من الجمعة للجمعة يتحسبلك انت عملت فيها الد ايه بتقبط التلات اللي بعديها على طول دي قعدة موجودة في كل الدنيا فقالك امتى انت بتقبط فلوسك؟ قالك كل ما تجمع في دراعك اليمين 3000 بي في ودراعك قدامهم 3000 بي في في ايدك الشمال تاخد شيك مجمع ب 225 دولار يعني كل ما يبقى يحصل بيع لمنتجات ب 3000 بي في على ايدك اليمين سواء انت بعت الحد مباشر او المباشر الليك ده هو بيع لناس تانية مش مهم مش مهم انت تكون انت اللي عملت التلاتة هنا والتلاتة هنا التلاتة هنا التلاتة هنا لا ده انت بتجيب اول اتنين والاتنين دول بيجيبوا ناسهم برضو ده كله بتحسبلك سواء كان في اليمين او في الشمال فقال لك انت النهاردة مسلا تعال اشوف انا جبت اتنين الديريكت بتوعي وخدوا بالك بقى من هنا ورايح ان اي لون اخضر يعني ده الديريكت يعني انا جايبه مباشرة مش جاي من عن طريق حد تاني دخلت واحد يمين واحد شمال كل واحد فيهم اشترى مسلا الفيلتر ده خلاص جي بعد كده كل واحد فيهم دخل اتنين بقى عندنا زي ما انتوا شايفين 3060 بي في على ايدنا الشمال و 3060 بي في على ايدنا اليمين او العكس سوري انا عكست هنا يتاخد 3000 يتحسم يعني او يتخصم 3000 بي في و 3000 بي في يتبقى 60 و 60 للمرة الجاية وتاخد تستحق كده 225 دولار تمام جدا طيب هو السؤال هنا بقى انا سامح حد بي سأل بقول هو يعني 3 افراد ولا 3000 بي في يعني 3 افراد يمين و 3 افراد شمال ايا كانوا شارين ايه ولا بالفعل 3000 بي في لا انا اصدي 3000 بي في يمين 3000 بي في شمال يعني ممكن تعالى كده نشيل الراجل للاعلمين ده نشيل شوية العلمين دول ونخلي واحد بدل ما هو كان هشتري فلتر هشتري منتج اعلى شوية بيدي بي في اكتر شوية يعني مثلا حد اشترى الكورس ده الكورس المجمع ده 8690 دولار طبعا مفيش مطارب شحن ان ده كورس انت بتاخده ما بيجي لكش انت بتدريسه عن طريق الانترنت الكورس ده بيديك كان بيديك لوحده 3020 بي في يعني انت فرض واحد بس اشتري البروداكت ده ها فنزل بكل البي في بتاعته نزل في ناحية اليمين بتلات تلاف وعشرين وهو فرض واحد مع ان الناحية الشمال فيها تلات افراد فالمسألة مش بالعدد بقيمة المنتج او قيمة البي في اللي بيدهولك المنتج نفس القصة ده بقى فيه 3020 بي في بيتخسم التلات تلاف ويتبقى العشرين وتاخد المتين خمسة وعشرين دولار تعال نشوفها كده على الشبكة شكلها ايه اهو دول تلات افراد على ايد الشمال واعنا جبت واحد دايريكت اللي هو الاخضر ده والاخضر ده جاب واحد يمين واحد شماله كلهم اشتروا الفلتر معجبين جدا بالفلتر ده عمل لهم يعني حاجة في دماغهم كده معجبين بي جدا فكل واحد الفلتر ده بيدي 1020 بي في فالتلاتة يعملوا كم 3060 بي في جي الرجل المحترم اللي يعليمين ده قالك لا يا عم انا اللي هي في الثقافة والدبلومات انا عايزة براجل متعلم وفي نفس طرق تعمل بيزنس انا هشتري البروداكت بتاع المعهد سويسري ده ان انا هاخد الدبلومة المجمعة دي وهاخد 3020 بي في مرة واحدة اللي هو هدفع 1620 أو 1690 دولار وهشتري المنتج ده مرة واحدة كده برضو استحق 225 دولار ليه لبقى عندي 3020 3000 على ايدي المين وتلات تلاف في في على ايدي الشمال بالرغم ان ده فرض واحد ودول تلات افراد اعتقد ان دي كده وصلت بعد كده بتمشي عادي بقى نفترض ان الفرض كل واحد بيجيب منتج عادي منتج اللي هو بسبعمائة دولار ده اللي هو بيديك حوالي 1000 في في فتلاتة يمين كل تلاتة يمين 3000 في في مين 3000 في في شمال ديو 25 دولار طيب 3000 في في ايا كان تشكلتهم مش شرط اللي هو هم شكل معين مش شرط يكونوا كلهم ديريك لأ انت بيجيب اول اتنين بس واحد يمين واحد شمال ديريك بعد كده هم اللي بيجيبوهم كل ده بيتحسبلك في المستقبل طيب هل انا دلوقتي انا لسه داخل البزنس انا لسه يضوبك داخل البزنس دلوقتي لسه انا عايز حاجة كده تحمسني او تبقى يعني تحسسني ان انا البزنس بتاعي يشتغل بسرعة بالفعل كيو نت بتعمل معاك كده قالت لك اول خطوة اللي هو اول تشيك ده مش هتاخده لما تجيب 3000 بي في مين 3000 بي في شمال لا ده انا اسمه لك على 3 مراحل كل ما تجيب 1000 بي في عديك الحتة التالت ايه رأيك عشان ما تحسش ان انت المشوار بنسبالك بعيد بس قالت لك ايه بقى قالت لك في الخطوة الاولى دي انا لازم تعرف ان انا عندي الناس مزاي بعضيها الناس القاب اللي بيجتهد اكتر ولي بيعمل مجود اكتر ولي بياخد لقب اعلى لقب ده بيحدد لك الحد الاقصى بتاع ايه الكميشن بتاع فانا عندي اه الرنكات او 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 القاب بتبدأ من برونز ستار ده بيديك حد اقصى لتلات تلات 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 بيشمال بيديك 200 دولار فقط كبرت شوية بقيت سيلفر ستار بتاخد 225 اللي احنا بنين عليها البرزنتيشن دي كبرت شوية بقيت جول جول ستار بتاخد 250 دولار على كل 300 شمال شوية بقيت بلاتينام اللي هو بتاخد 25 وسببين لغاية كمان بتقدر توصل لغاية 300 دولار لعند الدايمند ستار طيب انا ايه دلوقتي اول ما بشتري منتج ببقى ايه بالزبط يعني انا بتجيب اول ما بتجيب واحد يمين واحد شمال دايريكت بتوعك بتبقى اسمك برونز او بتاخد لقب برونز طيب انا جبته واحد يمين واحد شمال يعني على الاقل واحد اشترب فيه هنا 1020 بيفين زوليلي مين و1020 بيفين شمال اخد 50 دولار مش هستنى لما اجيب 3 دان عشان دي اول مرحلة اول خطوة لسه بتعلم مفترض ان انا لسه في الوقت دا بتضرب فانا عايز حاجة تحمسني وتدفعني وتديني دافع اول 1000 بيفين مع اول 1000 بيفين شمال تاخد 50 دولار طيب جيت بعد كده كل واحد فيهم جاب واحد من الناس اللي انت جبتهم دول بشكل غير مباشر جاب واحد اللقب بتاعك الرنك بتاعك انت اخرك هنا انت لسه ما زلت برونز فبتاخد كام 200 دولار طيب انت اخدت منهم 200 يبقى بقيلة كام 100 طيب مش انت قلتين باخد 25 دولار من شوية انا ايه اللي جاب نمية طيب ان هاخد 25 امتى قال لك لو انت باضافة صغيرة بس تقدر تاخد 225 دولار ايه الاضافة دي بقى قال لك لو عدد بتوعك 3 اشخاص يعني الراجل ده بدل ما هو ان دا لك نزلته معاك في النت ورك بتاعك بقى عندك 1 2 3 انت اللي جايبهم مباشرين لك بشكل مباشر كده يبقى انت بقيت Silver Star وبدل مكان اللي هيتبقى لك مية لا هيتبقى لك 125 عشان يبقى 3 نحق المعادلة اللي احنا قلناها في الاول 3000 VV شمال 225 دولار لانك انت كده بقيت او الرانك بتاعك Silver Star في المستقبل ان شاء الله هتتعلم ازاي تبقى Gold وازاي تبقى Platinum وازاي تبقى Diamond فهيبتدي الكميشن بتاعك هيزيد على الفرض طب شكل Network ايه سواء كانوا ناس Direct انا اللي جايبهم او ناس حد تاني اللي جايبهم غير مباشر اعتقد ان الحتة دي كمان وصلت طيب تعال بقى نتخيل كده انا بقول نتخيل وحطي تحت نتخيل دي 5000 خط عشان احنا لسه مش هنتكلم عن الواقع دلوقت تعال بس نشوف الشغل ده يعني هيمشي ازاي او شكل البيزنس هيمشي ازاي اوكي تمام النهاردة بعد انت معرفت شوية لحد ما المنتجات الشركة دي بتعمل ايه نظام البيزنس الدنيا ماشي ازاي النهاردة لو قلتلك يلا نبدأ البيزنس ده انت محتاج اول اتنين يقفوا معاك ويساعدوك اتنين مش غربة عنك على فكرة مهمش ناس من بعيد لا ده اول اتنين ممكن يكون اختك اخوك باباك والدك مامتك جرانك صاحبك زميلك في الجامعة ناس من اللي انت تعرفهم بشكل كويس جدا وحكيتلهم عن الفرصة دي وحكيتلهم عن المنتج اللي انت اشتريته واللي عجبك وفي نفس الوقت الفرصة اللي بيديها كمان المنتج تفتكر ان اول اتنين اول اتنين يطلعوا فلوس انت هتوقعوا تتكلم كتير وحتتتكلم مع ناس كتير في من اللي هيرفض وفي من اللي هيوافق انا بتكلم دلوقتي على اول اتنين هيتطلعوا فلوس من جيبهم ويخشوا معك يسندوك وفي نفس الوقت يعملوا بيزن لنفس ياخدوا منك وقت يدي يوم يومين تلاتة خلينا نقول يعني نفترض افتراض ينفع مع ناس كتير مش ينفع معك انت بس انت ممكن تقول انا بالتليفون ممكن اجيب اتنين تلاتة اربعة كمان في واحد اتنين يقول لا انا انا مش عارف فخلينا نقول ندي اسبوع على اساس انت بتقبط كل اسبوع فخلينا نقول افتراض حاليا ان احنا كل اسبوع اه سوري في اول اسبوع هجيب الاتنين دول طيب جالي واحد يمين واحد شمال دايريكت هم يبقى في اول اسبوع في شيكات اه في شيكات احنتفقنا ان في اول الخطوة دي اول بي في مين اول الف بي في مين والف بي شمال بتاخد عليهم خمسين دولار تمام جدا تلات تلاف في مين تلات تلاف في شمال انت بالفعل ابط خمسين من من ال شيك اللي اول 225 دولار دا يبقى يتبقى لك كم 175 دولار ده في الاسبوع التاني طيب في الاسبوع التالت كل اتنين من دول هما كمان قعدوا اسبوع كل واحد فيهم جاب اتنين زيك بالزبط فبقى في 4 يمين و 4 شمال هنقول 4000 في يمين و 4000 في شمال يبقى انهاخد 3 يمين و 3 شمال وهيتاخد ب255 دولار وهيتبقى واحد واحد دول ايه بقى راحوا لا ما راحوش هيستنوا الاسبوع اللي بعدي وينزلوا معاهم وتحسبوا معا لا تحسبوا طيب احنا بقى عندنا 4 يمين و 4 شمال هيعودوا اسبوع كل واحد فيهم هيجيب اتنين هيبقى فيه 8 يمين 8 شمال و في ناحية هنا معا واحد ما تحسبناش عليه من الاسبوع اللي فات واحد هنا ما تحسبناش عليه من الاسبوع اللي فات يبقى معا 9 يمين 9 شمال يعني 3 3 يمين قدامهم 3 شمال يعني المفروض ان احنا هناخد 3 شكات زي ما احنا شايفين ب 675 دولار طيب في الاسبوع الخامس التمانية هيعودوا اسبوع وكل واحد فيهم هيجيب اتنين بعد كده احنا بنتكلم في افتراض هيبقى في 16 يمين 16 شمال هناخد منهم 15 يمين 15 شمال يعني 3 خمسات يمين 3 خمسات شمال يعني هاخد في الاسبوع الخامس هقبض 5 شكات ب 1125 دولار يا سلام لو مشيت كده مش عايز اتخيل نفسي الا يدوبك سنة هي سنة بالزبط وهبط للبيزنس ده بس طبعا ده احنا اتفقنا ان ده فقط مثال او تخيل عشان نشوف البيزنس ده بيشتغل ازاي طيب نفترض انت في الاسبوع الخامس وصل دخلك في الاسبوع 1225 دولار يعني لو جينا عملنا في اليوم مجرد في اليوم بس كده ما تواصل ان احنا نقسم الرقم ده على سبعة يعني تقريبا بيه تقبض في اليوم 160 دولار طيب ده في الاسبوع الخامس ايه راجب بقى لو كم مننا السادس والسابع والتامن والتاسع والعاشر وهكذا بعد شهر اتنين تلاتة سنة مش ممكن ان دخلك في اليوم الواحد ممكن يبتدي بقى 250 500 3000 6000 12000 هل منطقيا فيما يمنع هل الناس لها حدود مش كل ما بننزل تحت كل من الناس بتكتر اكتر زي ما احنا شوفنا في المثل طب وبعدين طب الشركة كده مش هتلاحق مش هتلاحق عمولات قالت لك الشركة بقى عشان انا ما يحصل ليش انا كاي شركة في الدنيا ليا طبعا الناس المحاسبين اللي بيسمعوني دلوقتي عارفين الكلام ده كويس وعارفين اكتر مني بكتير يعني من الشركة اي شركة في الدنيا لها ارادات ولها مصروفات لو طلاقوا الاتنين في نفس النقطة ان بقى ده قد ده في نقطة بيسموها zero profit او مفيش ربح خالص الشركة كده هتقع فالشركة قالت لك علشان انا مقعش علشان انا مقعش انا هعمل لك ليمتي بقى بعيدة عن النقطة دي حد امان بالنسبة لي انك انت عمرك في يوم من الايام مهما كان الافرج بتاعك في اليوم ان شاء الله يكون وصل مليون دولار في اليوم انت مش هتاخد غير 3000 دولار في اليوم فقط علشان الدنيا ما تقعش مني طب والباقي ده حضرتك هروح فين دي ارباحي انا كشركة عشان كده الشركة بتكسب كتير جدا من وراك فهي عايزاك تكسب لغة لان عارف كواس او انك هتكسب لغة حد معين وهتقف ده 3000 دولار ده تفسير 3000 دولار اللي من حوالي 10 دقايق او 15 دقيقة كنت بتصخر مني ان انا بقول الرقم ده التفسير ده الى حد ما نظريا انا معاك يعني خلينا نفترض ان الكل ده نظريا في ما يمنع في شيء غير منطقي محقق ولا لأ يعني ممكن يتحقق ولا لأ ممكن طيب خلينا نروح لطريقة البزنس بقى طيب هو ودلوقتي اللي بيشتري منتج انت قلت فيه منتج بألف دولار وفيه منتج بثلاث تلاف دولار وفيه منتج بثلاث تلاف دولار هل كل واحد اشتري منتج فيبقى ده زي ده زي ده زي ده هل كل الناس بتكسب في كيو نت بنفس القدر كل بواحد يجيب تلاتة ايمين تلاتة شمال ياخد 25 دولار على قل في البداية لا كيو نت ادتك فرصة انك ممكن تبدأ بشكل عادي او ممكن تبدأ كبير ازاي قلت لك احنا عندنا طريقتين للبيزنس ده ممكن حضرتك تبدأ فيه اما انك تبتدي بطريقة الهارد وورك بلان او طريقة المجتهدين او طريقة الازكياء ايه بقى طريقة المجتهدين دي قال لك انت دخلت البيزنس جبت product عادي بيديك 1PV فاديك مكان واحد على الشبكة يعني انت مجرد محطة واحدة على الشبكة سوري واحد بيلم فقط بيلم العمولة في مكان واحد بس يعني بتاخد على كل شخص بيخش جديد بتاخد عليه المجهور مرة واحدة بس ابتدت تجيب واحد تحتيك يمين واحد تحتيك الشمال انت متعرف همش طبعا الناس او ممكن نعرف هم بس هما في الاخر جيبهم غير جيبك بعد فترة ما وليكن بعد سنة بعد سنتين بعد ايا كان الوقت اللي هنطبقه في المثال على الشمال ده هو 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 اللي هنطبقه في المثال العالمين سي خلينا نتفق ان بعد سنة بعد سنة بقى عندك الناس دي ناس جابت ناس وناس جابت ناس بقى عندك 100 يمين و100 شمال محطوطين بالشكل ده عشان راجل ده ياخد عمولة حطهم 50 و50 وهنا برضو 50 ويمين و50 شمال عشان يستحق عمولات تمام طيب انا النهاردة باخد متوسط كام على الفرد عمولة يعني باخد 37 دولار ونص طيب دول هنا 100 شخص في 37 دولار ونص يعني الراجل ده استحق عمولات 3750 دولار والراجل ده زيه بالظبط استحق 3750 دولار الله طيب انا اللي جاب الناس دي فانا هاخد زي ده واخد زي ده يعني انا بالفعل حققت ارباح في المثال ده 7500 دولار في نفس الوقت ان الحد الاقصى بتاعي للعمولات مش هيزيد عن ايه عن 3000 دولار في اليوم طيب دي كده الهارد وورك بلان طيب ايه بقى السمارت قالك السمارت واحد اشترى برودكت اعلى شوية اشترى برودكت بدل ما اشترى برودكت 700 400 دولار مثلا او 800 دولار لا اشترى برودكت ب1200 دولار او 1500 دولار البرودكت ده بيديله 3 اماكن على الشبكة يعني انت واحد انت اتنين انت تلاتة لكنهم 3 افراد او 3 مراكز او 3 مواقع ولكن في الاخر بتوعك التلاتة هم جيبك انت بس بتوعك انت بس تعال بقى نطبق نفس المثل 100 يمين و100 شمال اتقسموا بالشكل ده فابتدين نقول ان انت رقم 3 دي كسبت برضو زي المثال ده 3750 وانت اتنين كسب 3750 الله طب ما هيفترض نظريا على الشبكة ان انت اللي جاي بالناس دي اللي هو انت يعني برضو فبالتالي انت هتكسب تاني زي ده وتاني زي ده هتاخد 7500 دولار هتبقى تكسب او تربح 7500 دولار طب ما هو وان وطو وثري هو انا يبقى انا كسبت كم هنا كسبت 15000 دولار بنفس المجهود بنفس عدد الناس في نفس الوقت في حاجة بقى احلى قالك ان كل واحد من دول هيبقى له حد اقصى 3000 دولار يعني انا كده عليت بالحد الاقصى بتاعي في اليوم لتسع تلاف دولار لانه كل محطة من دول لها تلات ماكسيمم بتاعها 3000 دولار فانا كده اقدرت اعلى بالبيزنس ده انت لو خيرت ما بين الهارد وورك بلان والسمارت وورك بلان بنفس المجهود بنفس عدد الناس بنفس الوقت بس تكسب اكتر تختار مين دي اوب دي بتاعتك لو قررت تخش البيزنس تبقى محطوطة برضو في من ضمن الخيارات بتاعتك طيب ممكن اعرف بقى بما ان كل منتج بيفرق عن التاني وده بيديني ثلاثة وده بيديني اتنين ممكن اعرف المنتجات بتديني ايه خلينا نقول ان اكبر منتج في الشركة هو منتج الاجازات تاخد اسبوعين اسبوعين بس يختلف تماما على انت عارفه هنا في مصر اسبوعين كل سنة لمدة 30 سنة جاية تاخدهم بسعر النهاردة تقدر تقضيهم في اكتر من خمس منتج منتجات سياحية تابعة لشركة QVI او تقدر كمان تخش على اكس 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 بتمكنك انك تقضي اجازات في اكتر من 3000 مكان حول العالم برضو بسعر النهاردة يعني بعد 30 سنة هتدفع اللي انت دفعته او انت بتدفعه النهاردة مش بس كده ده انا ممكن ان انا اقدر مش عايز اروح للاجازة دي انا اقدر اقجرها مش عايز اقجرها ولا لا قدر الله لا قدر الله اجرالي حاجة ولادي من بعدي يورسوها ويستفيدوا بيها طيب بتديك كم موقع على الشبكة دي بتديك 21 موقع الشبكة يعني هتد راس و 10 يمين و 10 شمال 10 يمين و 10 شمال الكميشن هيبقى على الفرد الواحد بدل ما هو 37 دولار ونص اي حد يخدش بقى من تحتية هقبض عليه في كل ناحية 11 مرة يعني لو انا قسمت الهتد فوق و 10 يمين 10 مراكز يمين و 10 مراكز شمال لو انا دخلت واحد في اليمين هيبقى فوقي 11 واحد بيستحقوا كم ميشن اللي هم في الاول و في الاخر انا تمام فبيخليني ان انا باخد على الفرد يبقى الكم ميشن بدل 37 دولار ونص لا ده 412 دولار والماكسمن بتاعي بيوصل ل 63000 دولار في اليوم لانك لو ضربت 3000 دولار في 21 هيوصل لك المبلغ ده طيب ناخد المنتج اللي بعديه نزلت شوية في مرحلة 8000 دولار برضو دي المنتج عبارة عن اجازة بس بدل ما اسبوعين كل سنة لمدة 30 سنة لا ده اسبوع كل سنة لمدة برضو 30 سنة بنفس المميزات اللي فاتت وبيديك 13 هد راس و 6 يمين و 6 شمال بيبقى الكميشن على الفرض بيبقى 262 دولار وهكذا تنزل شوية ب 4000 دولار برضو منتج اجازات بيديك اسبوع واحد كل سنتين وده بيديك في البزنس 7 مراكز تتبع او 7 مراكز يعني هد و 3 يمين و 3 شمال ويبقى الكميشن 150 تنزل شوية تحت على 3000 دولار برضو لغاية هنا كل دي رحلات عبارة عن بروتكت بتاعة الاجازات لان هي بتبقى اسعار عليها لانها بتاخد على فترات طويلة جدا بتديك 5 هد وبتقبط 112 دولار نبتدي بقى من 1300 دولار لغاية 2000 دولار تبتدي بقى تخش بقية المنتجات التانية الساعات القيمة المجوهرات بعض منتجات الطاقة المرصعة بالمجوهرات وهكذا ودي بتديك 3 هدر او 3 مواقع زي ما شفنا في السمارت بلان وبتديك كده بتاخد 75 دولار كده على الفرد تنزل خالص لغاية ما بتنزل بقى لل700 دولار اللي هي زي فلتر الميا يعني فلتر الميا بعض منتجات الطاقة فيه ساعات فيه حاجات كثيرة جدا تقدر تشتري فانت قدامك دلوقتي مجال استثمارات بتاعتك تقدر ان انت تختار ما يناسبك سواء ماديا او اختيار كمان للمنتج طيب ده كده البيزنس ده كده الكل اللي فات ده كان الجز النظري احنا مش هنقعد نعيش القصة كلها نظري وكلها احلام جميلة وكلها كلام لذيذ وفلوس كتيرة جدا بتتحقق بس كل ده نظريا ما خلينا بقى نبتدي نتكلم في العمل خلينا نبتدي نتكلم في الواقع وانا معاك انك انت ممكن تكون حتى هذه اللحظة يمكن مش اقولك بتصخر خلينا نتكلم دلوقتي في الواقع تعال نعيدي السؤال اللي احنا عدناه من شوية وقلت لك لما لما تحب تجيب اول اتنين ياخدوا منك وقت ادي انا يعني فكرت مع نفسي وقلت مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة قلت اسبوع بس اسبوع ده عشان تقدر تتكلم وت اه وتناقش وتقنع وفيه واحد بيقتنع بسرعة وفيه واحد بيحتاج وقت وفيه واحد بيبقى متردد فخلينا نقول ان اسبوع ده قليل شوية خلينا نفتح المساحة شوية اللي نقدر اجيب فيها اول اتنين دول هلنا نتكلم بجد نقول ايه اسبوعين تلاتة خلينا نقول شهر خلينا نقول انك هتقعد تلاتين يوم اتنين اعتقد ان شهر كده لو عملنا الحزبة على شهر امتكلم في واقعة دلوقتي فكل حاجة لازم تبقى مظبوطة لو قلنا ان كل اتنين يعني انت قدامك شهر عشان تجيب اول اتنين فاعتقد ان دي بالنسبة لك هتبقى مدة لحد كبير كافية جدا انت لو هتبع له الهرم هتبع له في اقل من شهر طيب يبقى نقول ان في اول شهر خلينا نقول ان على الشمال دي دي الشهور ودي عدد الناس في اول شهر انت جبت اول اتنين طيب حلو جدا طب الاتنين دول هما كمان هيعودوا شهر بعد ما سمعوا الفرصة العمولات والبيزنس الكبير اللي بتعمل والمنتجات والاخر هما كمان واحد من الاتنين دول هيقعد شهر هو كمان في الشهر التاني كل واحد فيهم هيدخل اتنين جدا فايبقى كده تخلي في الشهر التاني اربع افراد جدا طيب في الشهر التالت الاربع دول هيعودوا شهر كل واحد فيهم يجيب اتنين وها كذا هيبقوا تمانية الثمانية في الشهر الرابع يبقى ستاشر الستاشر يبقى اتنين وتلاتين طيب ايه رايك تعال نشوف كده لو كملنا بس السنة يعني لغاية الشهر الاتناشر هيبقى كم؟ يلا بنا 6728 5850 51214 2048 4096 ده ده اللي هيخش لك في الشهر الاتناشر فقط يعني دول الناس الجداد اللي هيخشوا لك في الشهر الاتناشر فقط انت عارف كده في السنة دي مجموعة الناس دي كلها اللي دخلت النت وارك بتاعتك دي كانت كم 8191 تعال كده نعمل حاجة مجنونة في النص بس ان احنا كده نضربهم في 37.5 مجرد الفضول يعني كم 307125 دولار يا سلام شيء رائع شيء رائع شيء جميل بس احنا بيقولنا احنا بنتكلم في الواقع ماقدرش اخد الرقم ده واقولك هو ده الفجر ومبروك عليك الصفقة ويلا بينا نعمل انا كده بقى بضحك عليك لا خلينا نقول ان المية في المية مش دول خلينا نقول المية في المية بس ناخد الناس اللي دخلت في الشهر الاثناشر وهيبقى دول المية في المية في خلال سنة تمام كده يعني انا شلتلك 50% بسرعة جدا مع ان دي ارقام لا تقبل يعني هي صحيحة في حد ذات هي بتبقى صحيحة فخلينا نقول ان المية في المية هيبقى 4096 واحد دول برضو انا عايزك تشك في لغاية اقصى احتمال هل انت شايف انك تقدر بمجرد انك جبت اتنين في شهر انت اللي 4096 دول كل اللي لك فيهم اتنين تعيبت فيهم في شهر كامل هل انت شايف انه وليكن ان هي بالسهولة دي بس انت تقدر تقول ان ان دول مية في المية انت تقدر تعمل المية في المية دول ولا ممكن يكون لا بس برضو المنتج غالي شوية لا بس برضو العملية ما بتاخدش فيه ناس بتاخد فترة اطول ايه رأيك نعمل نسبة فشل كمان تمام نعمل نسبة فشل كام يعني نشيل منهم كاما عشان نيبقى بالنسبة لك شيء يعني منطقي خليني انا اقولك ان احنا نشيل 50% منهم ويبقى 50% بقى 50% فشل 50% نجاح يعني بدل ما اتجيب 4,000 خليهم 4,6 بدل ما اتجيب 4,000 اجيبوا 2000 بس برضو كل اللي انت جيبتوا منهم اتنين انا شايف ان فيه زهرت 70% من اللي قال 70% جماعة 70% فشل 30% نجاح طب لو عملناها كده انت شايف ان دي كده تقدر تحقق الارقام المهولة اللي احنا قلناها من شوية طب خليني ماشي معاك يعني اصدق انك بدل ما يبقى 4,096 في السنة ان فيه حد ممكن يخش يشتري المنتج بس وما يشتغلش هو مش عايز يشتغل يا سيدي او واحد حاول يشتغل بس ما عارفش فطنش واحد تاني تشغل في وظيفة عادية حكومية واحد طلع الورث فشالك يونيت من دماغه خالص مش ممكن خلاص اوكي انا معاك اعتخذ ان 70% اكتر من 70% بقى احنا كده عاديين بنهزر مع بعض لو اكتر في المية فشل يبقى احنا كده بنهزر مع بعض كلنا احديد بنهزر مع بعض وضيعنا وقت بعد مفيش بيزنس في الدنيا ممكن اعتخيله نسبة فشل اكتر من 30% وإلا بقى يعني مش طبيعي بس في البيزنس ده انا هزاك تبقى مش طبيعي انه هو اساسا بيزنس مش طبيعي البيزنس ده بيقولك لا 70% ولا 80% ولا 90% خليني اقولك انه هم نسبة فشل 99.5% هل يرضيك هزا نسبة الفشل دي؟ هل انت ممكن تحس ساعتها ان انت لا ده انا اعلى بكتير يا راجل انت ليز ظن في اي وحش كده؟ اوكي انا عازك تبقى كده يعني بدل ما نقول 4096 خلينا نقول اللي اللي انا هجيبهم واللي انا جبتهم اللي جوم عن طريق اللي انا جبتهم وهكذا وكل الدنيا اللي حصلت في سنة ان انا عندي في النتورك بتاعتي تحتية 20 واحد فقط في 12 شهر في سنة كاملة بدلا من 8190 اللي هو الرقم النموذجي بقوا 20 فقط اعتقد ان كده انا اشبعتك من حيث الشك ومن حيث انك انت تبقى متطمن ان مهما كانت قدرتك بسيطة لا اعتقد ان الكلام ده ممكن انا صح؟ اعتقد ان انا لحد كبير صح طب تعالي نشوفها بقى تشتغل ازاي لما انا عايز اسألك سؤال انا اللي عايز اسألك سؤال انت متوقع ان لما بدل ما كنا بنقول اتنين في شهر الاول كانوا اتنين في اسبوع بقوا اتنين في شهر بقوا 8000 لا بقوا 4000 بقوا 20 هل العشرين دول هيعملولي في يوم من الايام المبالغ الكبيرة اللي فاتت دي انا عن نفسي يوم ما تقلتلي البرسنتيشن دي وكنش مصدق فاكيد انت كمان مش مصدق تعالي نشوفها هتتعامل ازاي ودي ارقام وحسابات ما ينفعش حد يعني يخليفها احنا قلنا ان في اول سنة تمام كل النتورك بتاعتي كانت 20 واحد فقط لغير يمين شمال فوق تحت هم 21 المفروض باخد على الواحد 37 دولار ونصر متوسط يعني يبقى انا في اول سنة تعبتي سنة كاملة وكل اللي دخلي 750 دولار انا بالفعل دفعت 750 دولار زيهم قبل كده خدت بيهم المنتج وفي السنة اللي بعديها خدت 750 دولار تانيين لغاية كده ماشي بس ما تكلمنيش بقى عن الغينة والصراء والارقام لا هي دوبة كده ايه اللي هي جابت مصاريفها في سنة تمام جدا انا مش عارف لما هكمل بعد كده هتجيب الارقام الغريبة اللي انت قلتها من شمال دي تعالوا نشوف طب تعالوا في سنة التانية وخليني انا ازود العطى ان المفروض ان كل واحد من 20 دول هو كمان هيقعد سنة يمين شمال يمين شمال مش هيجيب هو كمان اكتر من 20 كل واحد فبالتالى يبقى 20 واحد كل واحدة يجيب 20 لهذا المفروض في السنة التانية اضرب الرقم الاولين ده في 20 يبقى 400 لا خلينينا نقول يبقى عشرة بس نتيجة ان الناس اللي جاية يعني هنعتبر ان هي اضعف منك او اكثر منك تشاوما فبدل ما كل واحد هيقعد سنة يجيب عشرين لا خلينا يجيب عشرة ونثبت بقى العشرة دي ماعتقدش ان فيها أقل من كده يعني في السنة التانية عشرة في عشرين دخل ميتين واحد في سبعة وتلاتين دولار ونص سبعة تلاف وكمسمائة دولار يعني بقت حلوة سبعة تلاف وكمسمائة دولار يعني حوالي خمسين الف جنيه مش بطل والله كويس جدا تقريبا نفس اللي بناخده في الحكومة يعني او اقل كمان طيب في السنة التالتة في عشر افراد اوه النتورك دخل فيها في السنة التالتة الفين واحد تمام في سبعة وتلاتين الف ونص بخمسة وسبعين الف دولار شيء رائع شيء رائع جدا في السنة الرابعة في عشرة اللي دخل دول كل واحد فيهم مفروض يقعد سنة ويجيب عشر افراد بقوا عشرين الف فرد في النتورك بتاعتك سبعة وتلاتين دولار ونص يعني بسبعمية وخمسين الف دولار يعني كمان سنة وتبقى حاجة تانية ده اسم الورست كيس سيناريو يا جماعة ده كده في اسوأ الاحوال يعني انت لو خوفك كان شديد جدا فانا نزلت اكتر بكتير جدا من مستوى الخوف اللي انت كنت ممكن تتخيله في نفسك اعتقد ان هي في حد ذاتها كده واحنا كنا بنتكلم جد العشر دقيق اللي فاتوا دول ودي النتيجة بتاعت الجد بتاعنا بعد ما شلنا كل المبالغات وكل التخيلات وكل التفاولات اللي في الدنيا وكنا بنتكلم على فقط اسوأ الاحوال طيب اكيد كل بيزنس في الدنيا له مخاطر ما تقوليش ان في بيزنس مفوش مخاطر سوري البيزنس بتاعنا تقريبا زيرو مخاطر لانها عملية بيع وشراء بتتم كل يوم الاف الملايين من المرات انت بتعملها وغيرك بيعملها عملية بيع وشراء فقط لغير انا عجبني منتج اشتريته وخدته بقى معايا قبل كده اشتريت LCD بقى له عشر سين عنده في البيت اشتريته وعنده مزعلانة على الفلوس الدفعتها ولا اي حاجة خالص بالرغم ان انا عارف وانا كنت بشتريه ان انا مش هكسب منه فلوس فهي المسألة في حد ذاتها ليست فيها مخاطر ولكن فيها ايه فيها خسارة مكسب كان ممكن يتحق خلينا اقول لك بالمعنى العربي ده زي ايه طب ايه الرزك في الموضوع ده الرزك هو الوقت الوقت اللي هتستهلكه فيه اتخاذ قرارك بالدخول من عدمه وفي الحالتين انت صح سواء دخلت كيونيت انت صح سواء ما دخلتش كيونيت انت صح لان ازا ما دخلتش وانت حابب وازا ما دخلتش وانت عارف انك هتتعب كيونيت مش مصدر للصراء السريع مش مصدر ان انا النهاردة اشتري منتج فهعد اخد فلوس والناس هتشتغل عندي وانا هبقى زي الفل لا طبعا ازا كنت فاكر كده فاعدي التفكير مرة تانية التمنة للتأخير هنا هو الريسك الحقيقي طب ما تيجي نشوف ازاي افترض مثلا ان انا جيت النهاردة عملت بريزنتيشن للرجل الظريف ده وقلت له حاولت اقنعه بكيونيت فخد الموضوع في دماغه وراح استشار واحد صديق ليه واتصل بيها في تليفون قال لي طب معلش انا هزاعد معك تاني بس هيكون معايا صاحبي ده اوكي يا سيدي تفضل اعدت معهم هم الاتنين يمكن جاب صاحبه راجل محاسبه راجل يعني فاهم في الدنيا شوية فالرجل اللي هو جايبه ده هو اللي اعجب بالبيزنس جدا ومازال برضو التاني لسه مازال متردد وبيفكر وبيستشير وبيشوف وبيعمل وخد وقته تماما في حين ان الراجل ده قرر ان هو اللي يخش بالفعل دخل وابتدى يدخل الناس من ضمن الناس اللي هو عرفها كان له مثلا صديق عايش في امريكا كلمه عن البيزنس دخل فيه انت بتتكلم يا جماعة على لينك في بلد لينك في بلد يمكن ظروف البلد دي تبقى احسن بكتير من ظروفك هنا ودي على فكرة ميزة كيونات يعني ممكن نقول ان هنا المصريين شوية بيستغلوا المنتجات المنتجات مش فاهمينها اوكي بس انت لو عرفت حد برا بالنسباله المنتجات دي معروفة بالنسباله السبعمائة دولار شئ بسيط زي سبعمائة جنيه فالبيزنس يمشي هناك احسن وهو ماشي هناك احسن انت هنا في مصر بتستفيد سي ان هو يعرف حد في امريكا وده يعرف حد في اسبانيا ومن اسبانيا كان يعرف حد في انجلترا احنا بنتكلم في دول ومن اسبانيا لكندا جي الراجل لقى الراجل الظريف اللي خرج من شوية ده لقى صاحبنا اللي دخل في كيونات ده الدنيا زهزهت معاه وزي الفل وبتدى بعد 6 شهور 7 شهور 8 شهور ابتدى غار عربيته ابتدى يجيب لبس شيك ابتدى يعمل ابتدى يجب عليه الفلوس فقرر في الاخر ان هو يرجع يخش تاني عارفين الراجل ده خسر ايه المفروض ان بينه وبين الراجل ده يدوبك 2 يعني 70 دولار 37 دولار 37 دولار لا هو مخسرش 37 دولار هو خسر كل الناس اللي هما دول اللي هو مش هيتحس اللي هما ما يعتبروش تابعو اللي هما مش هيكسبوه فلوس مع ان الراجل ده لو كان دخل في نفس اليوم اللي دخل في راجل ده كان كسب ده فاهمتوا الكونسبت ايه بس انا مش لازم نقعد نشرحها بالتفصيل انا متأكد ان انتوا فاهمين ان انا في دراع كومن بيني وبين الناس التحتية الناس اللي حوليه وفي دراع يخصني انا بس فالرجل ده خسر مش متصورين هو ممكن يكون خسر قد ايه طب ايه المطلوب مني يلا عشان انا عايز ابدأ دلوقتي ايه المطلوب مني فيه اربع حاجات اول حاجة يعني حضرتك قرر بسرعة انك تشتري بس ما تشتريش عمياني ارجوك ارجوك اعرف انت هتدفع فلوسك في ايه ارجوك اشتري حاجة انت شايف انها هتفيدك ارجوك اسأل حد يعني خليه يعمل لك ترشيح لمنتج يفهم احتياجاتك ويحاول رشح لك المنتج المناسب لك ما تشتريش النهاردة منتج علشان مجرد ان انا عايز اخش كيونت وخلاص وخش كيونت وحاول اعمل حاجات او انا اهمل في تدريباتي اهمل في شغلي ومعرفش اجيب ناس وفي الاخر ارجع اقول يا جماعة حد يشتري المنتج ده في الاخر ده بيسيق ليك لانك انت اتخذت قرار غلط وبيسيق لناس تانية كتير جدا مالهمش زنب انك انت بتحاول تفاهم الناس لما بتيجي تعرض منتجك للبيع ده بتفاهم الناس ان كيونت تي نصبت عليك انا نصبتش عليك حضرتك اللي ما احسنتش الاختيار في الاول فارجوك شوف المنتج اللي يكون مناسب ليك سعرا وفائدة وتكون بالفعل حبه لو ما فيش منتجات في كيونت مش حاجبك ما تدخلش كيونت مش اكبار روح اي شركة تانية اختار اللي اعجبك بس اهم حاجة تكون مقتنع بالحاجة البداية انك تشتري منتج تكون حبه لان ممكن العملية توقف على المنتج ده قدر انت بعد كده مش حابب انك انت تشتغل مش حابب اه حاب دخلت الموضوع لقيته مش لذيذ انا شايف انه مش لذيذ كل واحد حر كل واحد له تقييماته بس اهم حاجة انك تكون اشتريت منتج يكون مناسب ومفيد ليك طيب تاني حاجة ايه تاني حاجة ان بعد ما اشتري المنتج ما تخيلش ان الدنيا هتنطر على فلوس من غير ما اتعلم لازم اتعلم لازم اتعلم ان انا بتكلم دلوقتي في ازاي اكون مصدر ثقة للناس فمش معقولة هكون انا متعلمتش ده وحاول اطلبه من الناس مطلبش ان الناس تثق في منتجات يعني ما حصل واحد يقولك ايه طب هو انا ليه اشتري منتج هو انا مضطر ليه اشتري منتج اه عشان اخش البزنس ما انا ممكن اخش يعني اجيب ناس تشتري وخلاص طب انت شايف ان ده فيه مصدقية انت شايف ان ده صح انت شايف انك تطلب من واحد يشتري حاجة انت نفسك ماشتريتهاش هتقنعه بمناسبة ايه يا فاندم الناس بتقتنع لما بتشوف الحاجة فيك انت بتشوف الشيء فيك انت واضح وظاهر فبتحب انها تعمل زيك انما مجرد انك هتقول لها كلام بس عمره محده يقتنع بيك نفس القصة النهاردة انا بتعلم ازاي اتكلم حتى لو انا حابب المنتج ممكن اتكلم عليه بطريقة غلط ممكن اتكلم عليه في توقيت غلط ممكن اتكلم مع شخص بطريقة ما تناسبش الشخص ده بس تناسب شخص تاني انا هتعلم الكلام ده ازاي لازم الاول اتعلم طب يعني ايه هتعلم كيونت لها كده يعني هنقول سيستم او نظام هو حتى بيسموه سيستم ترينيج بيتعامل كل اسبوع بنتجمع فيه كلنا وعلى فكرة بتعمل في محافظات كتيرة كتيرة او مش في محافظة القهيرة بس بتعمل فيه بتتجمع فيه ناس كتيرة جدا وبيوقف الناس المتخصصين اللي سبقوك في اللي اتجربت معهم ونجحت معهم بيقولك هو نجح ازاي وبيشاركك ده فحدث بيبقى كبير او بيتكرر كل اسبوع في اماكن محددة ممكن تعرفها من الابلاين بتاعك صدقني انا شايف ان ده احلى احلى او واول مكسب في كيونت الشكل ده ان انا قاعد وسط ناس كتيرة جدا ناس كتيرة مختلفة الثقافات ومختلفة الطموحات جوه كله تفائل جوه كله انرجي جوه كله طاقة بتتعلم بتخرج من السيستم ده عايز تكسر الدنيا عايز تتعلم تعمل ايه عايز تتجرب اللي انت اتعلمته هو ده الصح ان انا تاني حاجة ان انا اتعلم ثالث حاجة بعد ما تتعلم ابتدي يلا ابني النتوارك بتاعتك ابتدي حط البزور اللي انت هتحافظ عليها اكتر من عينيك الناس اللي انت بتجيبهم دول مصلحتك ومصلحتهم اكيد بقت واحدة لان كل ما هم يتقدموا ويكسبوا ويحققوا نجاح اكيد انت معاهم بتحقق نفس النجاح ابني شبكة من الحب من المساعدة من التعاون خليك قائد بمعنى انك انت تبقى ليدر الناس تشوف الحاجة فيك قبل ما انت تقولها تقولها لهم بلسانك لا يشوفوها فيك انت التزم ما تدخلش حد اي كلام علشان انك تكسر بكتر دخل حد وقف جنبه واحترم حلمه احترم ان هو راجل بيحلم بحاجة احترم فيه دي وخليك وراه وساعده وما تتوقعش في حد انه هو ده ينفع وده ما ينفعش ما تحكمش من الاول اعرض الموضوع على كل الناس على كل الدنيا ما تعرفش انت داخل جوه كل شخص ايه هو ده المقصود بابني شبكتك بعد كده اخر حاجة استمتع استمتع بايه استمتع بالعلم اللي انت هتاخده استمتع بالفكر الجديد اللي هيخش في حياتك استمتع بعلاقاتك بالناس اللي حواليك استمتع انك هتكون سبب في احتمال كبير اوي تبقى سبب في نجاح ناس كتيرة جدا في الدنيا يشلولك الجميل ده في يوم الايام استمتع بانك انت هتخش لك فلوس من سن صغير تخليك من انت حر ماليا وانت لسه في سن صغير استمتع بكل حاجة بتعملها في كيونات الكلام ده يا جماعة انا بقوله من قلبي انا ما همينيش حد يخش او ما يخشش في كيونات تقتنع او ما تقتنعش ده شيء بتاعك انما انا بكلمك عاللي انا حاسس بيه عاللي انا عيشه احسن ما في كيونات هو مجتمع كيونات بتعليمه بإعلاقاته بالناس اللي بتحبك وبتشوفك وبتضحك في وشك بالناس اللي بتحبك للله فلله وانت متأكد انها بتحبك لان هي عايزك تبقى احسن منها لان كل ما تبقى احسن منها هي تستفيد اكتر بقت مصلحتك ومصلحتهم شيء واحد هي ده كيونات يا جماعة هي دي احلى حاجة في كيو نيت طب ليه كيو نيت بالذات يعني ليه مش كل الشركات كده طب ما تيجي كده بسرعة في عجالة نقارن من كيو نيت وأنظمة الشركات التانية أو أنظمة النتورك التانية يعني زي التسويق الشبكي له أكتر من شكل كان في بعض الشركات اسمها التشين أو السلسلة نظامها كده عامل زي السلسلة معناقي ده ان واحد يخش الشركة دي مسموح له أن هو يجيب واحد بس تحته لو يما يجيبه ياخد عليه والواحد ده لما يجيب واحد تاني هو ياخد كميشن لو فيه ياخد كميشن طب لو ده ما عرفش يجيب وقفت وقفت كميشن على كده في كيو نيت مش كده خالص في كيو نيت انت بتجيب اه 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 اتنين والاتنين دول بيجيبوا ناس والناس بيجيب ناس وهكذا طيب سيء ان في يوم من الايام عند المرحلة دي الناس كده اتفقت مع بعض ما عرفش ليه طبعا بس اتفقت مع بعض وقعت لك احنا مش هنشتغل كلنا كده بربطة المعلم مش هنشتغل انت كده وقفت ها ما اعتخدش لانك انت يوم ما بدأت برضو بدأت كنت واحد لوحدك بتبتدي تدور على اتنين تانين بتبتدي تنزل اتنين تانين تحت وبتبتدي تشتغل من اول وجديد ده من حيث ال من حيث البرامدينج اللي هما الشركات اللي احنا هرمية يعني ايه اولا انت بتدفع مثلا مثلا بتدفع خمسمائة دولار عشان تشترك في الشركة دي اولا ما بتاخدش منتج ما بتاخدش قيمة موازية او قيمة مبادلة للفلوس اللي انت دفعتها تاني حاجة انا مطلوب مني ان نجيب اكبر عدد من الناس لانه كل ما بدخل تلاتة مثلا باخد تلاتين دولار او اربعين دولار طبعا انزمة الشركات بتختلف فانا عايز يدخل اكبر عدد من الناس يجي من انا دخلتهم دول كل واحد فيهم كمان هو عايز يدخل اكبر عدد من الناس والناس دي دخل اكبر عدد من الناس لانه كل مستوى بيصرف عليه في ايه فبالتالي تلاقي الدنيا شغالة كده اللي ده بيشتغل عند ده وده بيشتغل عند ده وده وكلهم بيشتغلوا في الاخر عند الرجل ده الشركات اللي منوية دي بتقع غالبا بعد اربع سنين يعني عمرها الاقصى اربع سنين لانها بتبقى دايرة فلوس مفرغة مفيش قيمة معينة بتتحقق ناس بتدي ناس فلوس اللغات لما الشركة دي تكتفي تلاقي الصف التحتاني ده كله يعيني شكرا صرف على الشركة دي كلها هو ماخدش اي حاجة طب في كيونيت بيحصل كده انا بنقول اربع سنين دي وبتقع كيونيت بقى لها خمستاشر سنة في الدنيا من سنة 98 حتى زي اللحظة عد بقى من 98 لغة دلوقتي لان ممكن البرزنتيشن دي تقعد تبقى معدية التاريخ اللي انا بتكلم فيه موجودة في 230 دولة حول العالم مش معقول يا جماعة الناس دي كون اتفقت ان هما يكونوا اغبية ان هما كلهم يعني كلهم مصدقين حاجة وهمية اللي بيدير حسابات البنك وماليات السوري وماليات الشركة دي بنك الاس بي سي وده بنك غني عن التعريف بنك غني عن التعريف طيب بالنسبة هنا احنا بنقول اللي كان فوق دايما اللي فوق ده هو اللي هو اللي واكلها والعة بالمعنى البالة دي هل في كون اتفقت كده؟ هل بما ان انا دخلت الاول فانا اللي بكسب اكتر واحد طب ما تيجي نشوف كده انا جبت اتنين والراجل ده ما جابش حد خالص والراجل ده جاب واحد والواحد ده جاب اتنين واشتغلت مين فيهم اللي ياخد فلوس دلوقتي؟ هو راجل ده بس لان هو اللي محقق ثلاثة يمين ثلاثة شمال يعني ثلاثة تلاف بي مين ثلاثة تلاف بي شمال فده خد 225 دولار في حين ان ده خد سفر اللي هو جاي فوقي هو اللي جايبه ده سفر ده سفر فمش شرط في كيو نيت انك انت داخل الاول فانت تكسب اكتر واحد ارجو ان يكون الكلام ده يعني مفهوم او انتو مقتنعين بيه ثالث نوع من الشركات اللي هي الـ traditional MLM اللي هي زي ما قلنا ان الـ direct اللي راجل انت بيجيب وبتاخد عليه commission اكبر واللي تحت بتاخد عليه commission اقل واللي تحت خالص اقل لغة لما بتختفي خالص طب اللي ايه عليك؟ لما يكون في حاجة بالشكل ده مش انت هتحب تحط كل الناس تحتيك انت direct عشان تاخد اكبر commission فبالتالي انت بتعمل ايه؟ بتفكر في نفسك بس ولو انت واللي تحتيك كان فيه شخص معين انتو الاتنين عارفينه وانتو الاتنين هتخنوا عليه كل احد عايز بيحطه تحتيه عشان ياخد اكبر commission طب ما اللي تحتيك كمان هو كمان هيفكر بالطريقة دي انه عايز يحط اكبر عدد واللي تحتيك هيفكر انه يحط اكبر عدد ده اللي بيحصل فيه اه 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 شركات التسويق الشبكي متعدد المستويات اللي هو بيسموه MLM جبت اتنين اتنين جابوا اتنين وهكذا وبقت بالشكل ده في الاخر خالص انا حبيت اجيب واحد تالت اتأخرت شوية عبل ما جبت التالت التالت ده احطه فين احطه تحت هنا انا كده عملت ايه انا اديت حق للراجل ده في commission و اديت حق للراجل ده في commission و اديت حق للراجل ده في commission بالرغم من ان انا اللي جايبه يعني انا و انا فوق بساعد نفسي بساعد كل التيم بتاعي والتيم بتاعي وهو بيساعد نفسه كل ده بتحسيبلي في الدراع بتاعي سواء اليمين او الشمال كرصيد ليه يعني احنا بقينا تيم بنساعد بعض البناء على بعض انا بشتغل لغيري كل الناس اللي معايا بشتغلهم وكل الناس اللي تحتها اللي تحتية بتشتغلي اذا في فرق طيب ما واحد يقولي في المثلة اللي فات ده لما واحد في المستوى السبعين تحت اشترى منتج بسبعمائة دولار فبيدي حق لكل الناس اللي فوق دي ان هي تاخد سبعة وتلاتين دولار ونص في كتير طب هي سبعمائة دولار فيها كم سبعة وتلاتين دولار ونص يعني الشركة دي بتكسب ازاي طيب لما هي بتدفع كل فلوسها عمولات زي ما احنا قلنا قبل كده لو نتخيل الرسمة دي مين ياخد هنا عمولات بالرغم ان كل واحد ده ده اكيد اشترى منتج دخل الشركة فلوس وكل واحد من دول دخل الشركة فلوس بس مين حالين اللى ياخد فلوس في الوائة الحالى هو الراجل ده buying 3 ايضا تلاتة شمال هيفترض انهم الناس بتشتري منتجات ودخل فلوس للشركة فالرجل ده هياخد 225 دولار وهو هياخد شيكين بربعمية وخمسين دولار طب الرجل ده عايز ياخد فلوس الرجل ده بقى على شماله كله 15 لو جاب زيهم الناحية التانية 15 وكل واحد برضه ياخد حقه هو هيطلع له 1125 دولار معناه ايه الكلام ده؟ معناه انك انت عشان تاخد تاخد كوميشن بيخش للشركة الاول فلوس يعني لو جينا شفنا وحسبنا احنا فيه عندنا 31 عضو كل واحد اشترى منتج على الاقل ب700 دولار فالشركة كده ده خلها 21700 دولار اخصم انه كل العملات اللي اتخدت هتلاقيهم 2925 دولار يبقى الشركة مازال عندها 18775 دولار ماكسب طيب لما الدنيا بتوسع اكتر من كده نفتكر الحد بتاع 3000 دولار اللي انت مش هتزيد عنه في يوم الايام وده بيحقق لها فائد كبير جدا من العملات بتبقى زي ارباح لها فهمنا؟ يعني عمر الشركة كده مش هتوقف وإلا كانت وقفت من اول سنة او اول سنتين لها كانت بدأت اخيرا في اجاز عايز اقول لك ان انت عمولاتك اللي انت هتاخدها مش بس عمولة الخطوة اللي هي 300 شمال لا الديريكت الناس اللي انت بتجيبهم ديريكت وبشتروا منتجات بتاخد كوميشن بخلاف الكوميشن بتاع 300 شمال ده بتاخد كوميشن على كوميشن شخصي على المنتج اللي هم اشتروا انا بتكلم عن الناس الديريكت بس اللي انت جبتهم بس بتاخد اي منتج هم اشتروا بتاخد كوميشن بيوصل من 20 دولار بيبدأ من 20 دولار لغاية 1700 دولار على اكبر منتج اللي هو 13000 دولار ده فعندك عمولة البيع المباشرة اللي سموها الديريكت كوميشن والستيب كوميشن اللي هي عمولة الخطوة اللي هي 3 يمين 3 شمال طيب انا بتحسب بتحسب على عمولاتي كل قد ايه؟ عمولاتي بتتحسب بتحتسب البيفيز بتاعتي بتحتسب كل اسبوع من يوم الجمعة الساعة 6 مساء انا طبعا بتكلم دوقتي بتوقيت القاهرة بتوقيت هونج كونج حاجة تانية بتوقيت القاهرة بداية من يوم الجمعة الساعة 6 المغرب لغاية الجمعة اللي بعديها قبل الساعة 6 المغرب بديئة واحدة طب بعبض امتى؟ اذا كان النهاردة يوم الجمعة ودي نهاية اسبوع اللي فات ده الاسبوع اللي فات ده كله من العملات بعبض امتى؟ او الفلوس بتنزلي على الساستم بتاعي امتى؟ بتنزلي التلاتة اللي جاي ده لأة اللي بعديها على طول طيب انا بصرف عمولاتي ازاي؟ بصرفها باكتر من طريقة حاجة اسمها الإيه كارد ممكن يجيلي شيك على البوست على البيت او ممكن احولها على حسابي في البنك لو ليه حساب في اي بنك يتحاسب بس بدفع طبعا الرسوم بتاعة التحويل موضوع ده في مصر بقاله تلات سنين محدش عمل تلاتة يمين تلاتة شمال واستحق مبلغ ومنزلوش المبلغ ده او جيس رفو قالولو لا انت مش هتاخدوه استحال يكون ده حصل واللي عنده ده يريد يطلع كده يقول لنا انا ده حصل معايا ويقول لنا حصل معاه ازاي لان انا متأكد ان ده ما حصلش على مستوى التلات سنين بس هنا ده بخلاف الخمستاشر سنة اللي هم عمر الشركة طيب ابدأ ازاي؟ اول حاجة بنبدأ بنسجل على الموقع كيو نت دوت نت وبندفع رسوم التسجيل دول تلاتين دولار ما لهمش علاقة بتامن المنتج اللي انت هتشتري دول رسوم تسجيل فقط بتاخد كود اسمه كود اللي هو الار او اللي هو الاندبندنت ريبريزنتف او انك انت ممثل مستقل يعني رجل مصوق مستقل ويبقى ليك كود معين ده ما بيتكررش مع حد تاني تاني حاجة التأهيل تأهيل يعني ايه؟ يعني ان انا بتدي اشتري منتج يبتدي يعمل لي تأهيل لان انا ابتدي اخد كوميشن بعد ما ابتدي اشتري المنتج اهدى زي ما اتفقنا وابتدي اتدرب انا حقنا الناس بايه؟ وازاي؟ وكيف؟ بعد ما خلص ده ابتدي ابتدي امارس اللي انا اتدربته وابتدي ادخل ابتدي بقى في عملية التنشيط اللي هي ادخل واحد يمين وواحد شمال لازم يكونوا دايريكت ليا طيب كده البيزنس كله خلص انا فاضل لديقتين معاك انت شخصيا انا اتكلمت كتير قوي وشرحت لك حاجات كتير قوي ممكن تكون عجبتك ممكن تكون معجبتك شيء ممكن تكون الناس قفلت البرزنتيشن من النص كل واحد حر ولكن انا جاي بتكلم النهاردة معاك انت انا اتكلمنا عن البيزنس انا عايز اتكلم عليك انت ياريت في الوقت اللي جاي ده في الديقتين اللي جايين دول ياريت تكون معايا بعقلك وإحساسك في نفس الوقت انت عارف ان في نوعين من السبق الرياضي نوع اسمه الماراثن ونوع اسمه الرلي الماراثن ده عبارة عن ان ناس كتير 300 400 واحد لابسين كلهم لبس الرياضي وبيجروا مسافة مع المسدس بتاع الاشارة الانطلاق دي او البداية بتبتدي كلهم بيجروا على امل ان واحد بس من 300 بني ادم دول هو اللي هيفوز بالمركز الاول والباقي كله هيبقى ثاني وثالث ورابع وخامس واحد بس هو اللي ياخد الكاس واحد بس هو اللي ياخد المدالية الزهبية انما في النوع التاني من السبقات اللي هو الرلي او سباق التتابع ده بيبقى عبارة عن تيم فريق فريق مكون من خمش اشخاص ست اشخاص كل واحد فيهم بيجري جزء من المسافة ويسلم التاني الراية يكمل الحتة بتاعته ويكمل لغاية اخر واحد لو هو اللي فاز او اقصر وقت الفوز بينسب للفريق ككل ما بيقولوش الراجل ده هو اللي فاز بيقولو التيم فلان هو اللي كزا نفس القصة في حياتنا انت النهاردة شغال في مارسون مع ناس كتير اوي حواليك بيشاركوك نفس الوظيفة النهاردة كل يوم بتطلع من بيتك تروح الشغل وترجع من الشغل تروح الشغل وترجع من الشغل وانت انتك تلف في الدايرة دي تلاتين او اربعين سنة الترقية بيشاركك فيها عشر تلاف واحد لان واحد بس اللي بينولها المدير بتاعك هو اللي بيحدد انت تعمل ايه وتسوي ايه الفلوس اللي انت بتاخدها ما بتكفكش سواء معيشة بس مش هنتكلم على طرفيه يعني مش من حقك انك تروح نادي مش من حقك انك تشتري عربية كويسة مش من حقك ان انت تجيب لبس ماركات عالمية لانشان انت بتحاول تمشيها على قد ما تقدر ده المارسون اللي بيشاركك في ناس كتير اوي بينما في كيونات انت بتبدأ لوحدك ضعيف ضعيف من حيث انسقتك في نفسك انا مش واثق في نفسي انا اساسا ما اشتغلتش في حاجات زي دي قبل كده اكيد انا مش هنفع بتبقى لوحدك بس بيبقى معاك بيسندك الابلاين بتاعك او الشخص اللي دخلك اللي هو بيبني امله فيك انت بيزرع حلمه فيك انت انت بتبقى النبتة اللي هو عايزها تكبر مش تشتغل عنده لا تكبر وتساهم هو يساعدك في حلمك وانت تساعده في حلمك بتقضى مع بعض وقت في الاول ممكن تكونوا ما تعرفوش بعض يبتدي يدربك ويبتدي يعلمك ويبتدي يعملك سابورت ويوقف جنبك حبة بحبة وقت مع وقت بتلاقي في يوم الايام واحد تاني شريك انت بتقدر تدخله معاك بعد ما بتكون بقيت عندك جزء من الباور اللي بتقدر تقنع بين ناس يوم والتاني والتالت بتبقى هو كمان بيلاقي واحد تاني بتبقى تلاتة بتبقى اربعة بتبقى خمسة مع الوقت انت لما دخلت في الاول خالص كنت الوحدك النهاردة بقى عندك تيم كبير بيشتغلك في يوم الايام هيديك حق ان انت بعد ما استنسخت نفسك فيهم من حيث علمك وخبرتك وخلتهم وقفتهم على رجلهم وابتدوا هم كمان يكسبوا فلوس يجي الوقت اللي انت تقدر فيه انك تقول كفاية انا هتقاعد انا كفاية علي او في وقت فاربع خمس سنين زي ما تحب ممكن عايزهم يبقى ستة اوكي عايزهم يبقى سبعة بس في الاخر انت اللي هتحدد انت تتقاعد امتى في حين ان اخوك اللي عن ناحية التانية اللي على الشمال بيتانيته في الدارة دي ما يقدرش وما عندوش حرية اختيار في القرار ده انت بنتكلم في بيزنس مش عايز راس مال كبير احنا بنجيب LCD بتامن تقريبا المنتج ده بنروح نجيبه من كارفور ولا هنا بنبقى فرحانين به وبنبقى ممكن نستلف ونعمل جماعة عشان نجيبه ولما بنقول product وبزنس ومخاطر مفيش الناس بتبقى الفلوس عندها تقيلة انت مين في دول انت عايز تبقى مين عايز تبقى ماراسون ولا عايز تبقى ريلي عايز تلف طول عمرك في دايرة مفرغة كل حاجة فيها مش باختيارك ولا حاجة تتعف فيها في الاول وتمشيها جنب حياتك ومع الوقت هي اللي تبقى حياتك انا خلصت كلامي القرار ليك انت اشكركم على حسن استماعكم وارجو ان انا كنت قدمت خطة العمولات بشكل جيد وصل لقلبك وصل لعقلك وخلاك تبتدي تفكر ايا كان قرارك بعد كده هيبقى ايه في حالة ان انت احتاجت زيادة احتاجت استفسار احتاجت ان احنا نتقابل تكلمني على الموبايل بتاعي ونرتب معادي ونتقابل ونشوف نقدر نساعد بعض ازاي اشكركم جميعا واللقاء في ترينج اخر ان شاء الله